بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس بتدور على البطولات يبقى النادي الأهلي نفسك تتوج ببطولات يبقى برضو النادي الأهلي بتدور على العالمية أيضا يكون النادي الأهلي عايز تشوف انفراد وريادة في كل شيء يبقى النادي الأهلي مصنع البطولات دائما هناك تشجيع بيهد جبال ودايما هذا التشجيع بيحرك الصخر شجع شجع النادي الأهلي يظل دائما النادي الأهلي هو رقم واحد بالبطولات والإنجازات وكمان أيضا بالأرقام القياسية كل يوم إن شاء الله هنرصد لحضراتكم رقم جديد للتوثيق والتذكير الأهلي ملك الأرقام القياسية الأهلي ملك الرباعيات أهل القمة والقاع ذاقوا من رباعيات المارد الأحمر رباعية للأهلي أو 182 رباعية لنادي الأهلي عبر التاريخ رباعيات المارد الأحمر لا تتوقف عند بطولة أو نادي بعينه وزي ما قال التأرير الأهلي فاز على العديد من الأندية برباعية في مقدمتهم الترسانة 12 مباراة والزمالك 11 مباراة والاتحاد السكندري 10 مباراة والمصري 7 مباراة والإسماعيلي 6 وكمان غزل المحلة والمنصورة والسكة 6 مباراة ما حدش يتحك ولا أقول لحضراتكم اتحكوا يعني خلينا نشوف الموضوع هل هو بجد هزار ولا حاجة جد لأنه اللي بيحصل ده ما ينفعش اللي بيحصل ده خلينا بس أقول لحضراتكم الخبر وبعدين أتكلم رابطة الأندية بتعلم عدم توقيع عقوبات على جمهور الزمالك بسبب تلافيات برج العرب أولا عشان بس محدش يخدني وديني يقول لي زمالك وأهلي والكلام اللي حضراتكم أو بعض من لاي يشجع نادي الأهلي دايما بيودينا لي أنا بتكلم على نحن عايزين نرجع الجمهور عايزين نرجع الجمهور مرة تانية للملعب إزاي؟ أولا يجب أن يكون هناك رضع أي حد بيطلع بره 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 اللي المفروض يحصل يعني أي حد بيخطئ يجب أن يكون هناك عليه عقوبات ما ينفعش أبرر له أي مكان النادي وأي مكان اسم النادي بالمناسبة يعني أي مكان النادي واسم النادي شان ما حدش يدخلني في قصة مش بتاعتي أنا كل اللي يهمني أن أنا أشوف جمهور الأهلي بالنسبة لي أن أنا أشوف جمهور كل الأندية الحقيقة ولكن أشوف جمهور الأهلي موجود في المدرجات إمتى حيكون جمهور النادي الأهلي موجود في المدرجات كاملة زي زمان؟ عندما يكون هناك راضع قوي للمخطئ ولكن أن أنا طلع مبرر للمخطئ هو ده اللي يزعل أو هو ده اللي عمره ما حيرجع الجمهور مرة تانية للملعب من الآخر كده أنا بجيبها لحضراتكم من الآخر لأنه النهاردة الخبر اللي أنا قرأته الخبر ده كان موجود طبعا من يوم الخميس اللي فات الأحداث أنا آسف كانت يوم الخميس في مباراة الزمالك والمصري لكن الخبر أو القرار طلع النهاردة فأنا انتظرت قلت النهاردة خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل من لجنة الأندية أو رابطة الأندية المحترف رابطة الأندية المحترف قالت إيه؟ حماس في التشجيع كما قالت رابطة الأندية الرابطة أنا هقرأ لحضراتكم خبير أن الرابطة قررت تغريم النادي لإسماعيل 20 ألف جنيه بسبب هتفات جماهيرو ضد الهاني سليمان حارس مر مسموحة في المباراة الأخيرة بالدورية مع التنبيه بتغليض العقوبة حال التكرار ده بيان الربطة بالمناسبة وأكدت الربطة في بيان رسمي لها أنه تم إيقاف محمود صابر لعب البنك الأهلي الثلاث مباراة بسبب الترد لتدخله العنيف ضد لعب أمبي اللي جاي بقى خذ حضرتك اللي جاي وأوضحت رابطة الأندية المصرية أن ما حدث في مباراة الزمالك ضد المصري من جانب الجماهير وبعض التلفيات التي حدثت تحملها الفارس الأبيض خاصة أنه صاحب المباراة وهو من الأساس دفع أموال التأمين قبل المباراة وأنه لا عقوبات على جمهور الأبيض لأن التلفيات وقعت بسبب الحماس في التشجيع وليس الشغل ومن جانبه قال عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية عن العقوبات في مباراة الزمالك والمصري الغرامات أو العقوبات ستكون على حسب تأرير حكم المباراة ولكن لن يكون هناك عقوبات خاصة لأن جمهور الزمالك كانت حماسية وتشجع فرقها وهناك فرق بين الشغب والحماس وبرج العرب حصل على مبلغ التلفيات من أموال التأمين والأمر بينه وبين القلعة البيضاء هذا ما قاله الأستاذ عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والله العظيم حرام اللي بيحصل في كرة القدم المصرية حرام الحقيقة مطش الزمالك والمصري كان فيه حماس شديد مش شغب زي ما بتقوله اللي هو كان يوم الخميس اللي فات وانا الحقيقة زي ما قلت لكم كده ما كنتش حابب ان انا اتكلم عليه النهاردة خالص وقلت اصبر وشوف القرارات الرسمية من ربطة الأندية ونشوف اين اللي هيحصل فيها الحقيقة فجأت ان القرار طلع النهاردة وطلع بهذا الشكل وكان لابد التعليق من الواضح ان حمى الاحتواء حمى الاحتواء انتشرت لانه السنة اللي فاتت كان الاحتواء في التحكيم او في لجنة التحكيم وشوفنا ما حدث في مباراة الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع السنة اللي فاتت وخلصت خمسة ثلاثة للنادي الاهل لانه كان في احتواء ساعته فوقفت النتيجة على هذه النتيجة اللي هي خمسة ثلاثة ولكن احتواء السنة دي من البداية من الواضح انه بينتشر وبيتغلغل وبيتصرب في كل منظومة الرياضة المصرية لانه القرار اللي احنا بنشوفه ده اقل ما يقال عنه انه قرار تاريخي 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 ازاي عم اسلام انت بتهزر ايوه يا جماعة والله العظيم تاريخي تاريخي بس من ناحية السلبية تخيل حضرتك ان الكرسي ده اهو الكرسي الابيض اللي موجود امام حضراتكو ده انا كسرته الكرسي اللي موجود ده انا كسرته فيطلع حد من ربطة الاندية او حد يطلع من القناة هنا يقولك لا يا جماعة والله اسلام ما كسرش الكرسي ده اسلام من ان هو بيتحمس اوي فكسر الكرسي اللي حضراتكو شايفينه ده حماس اللي حضراتكو شايفينه ده من تكسير الكراسي هو حماس وليس شغب الكراسي اللي انا عرفه يعني ان الكراسي لما بتكسر في ملعب خصوصا لما الملعب ده يبقى ملعب تابع للدولة يبقى حضرتك حاجة اسمها اعتداء على المال العام وبالمناسبة يجب ان يتم تطبيق هذا الكلام على كل الجماهير بما فيهم جماهير الاهلي بالمناسبة لكن ان حضرتك تبرر وتقول انه حماس حماس ايه حضرتك عرفت يعني هل حضرتك عندك ميزان للتفريق ما بين الحماس والشغب يعني هل حضرتك عندك حاجة معينة كده تخليك تعرف اه احنا قاعدين اهو اه لا ده حماس ده حماس حماس ملعب يعني وعملت كده هاتلي اي صورة تانية ممكن اقولك اه اه لا ده شغب بقى لكن اه ده شغب مثلا يعني نقول ده شغب ايه يا فندم اللي خلى حضرتك تقول ان اللي حضرتك شايفه ده حماس وليس شغب خصوصا اللي انا اعرفه اللي انا فهمه يعني ان الشغب بيحدث في بعض الحالات منها ان فريقك يتغلب او يتعادل وانت من الفرق الكبيرة اللي بينافس على الدوري او حتى فريق صغير بينافس على الهبوط او يعني لقد راح يهبط ولا حاجة فبما ان الزمالك تعادل مع المصري في المباراة او المصري اللي تعادل مع الزمالك في المباراة السابقة وبالتالي مليون في المية الجمهور حيبقى زعلانهم الدايل انا الحقيقة مستغرب جدا 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 من اللي بيحصل هي الاحتواء اصبحت كلمة السر في كل الامور لو الاستاذ احمد دياب النائب احمد دياب ونائب احمد دياب ونائب اللي رابطة كابتن عماد متعب او العميد سروة تسويلم الحاج عامر حسين عندهم اي تفسير يقولوا انما قصة الحماس دي قصة غريبة جدا ايه اللي يخلي حضرتك تعرف ان ده حماس وده شغب من فضلك قول لي علشان بعد كده هو فيه حد بيتحمس اكتر من جمهور الاهلي وجمهور الاهلي بيتحمس في المدرجات وعادي جدا وما بيكسرش ولا بيعمل هو ليه حضرات ليه حضراتكم بتدفعونا دفع ان احنا نقعد نتكلم في حاجات ما يصحش ان احنا نتكلم فيها حضرتك حتخلينا حديث العالم كله او حتخلينا حديث الساعة بقرارك اللي خطف الانظار قرار غريب جدا ده القرار ده من وجهة نظري انه هو قرار خطف الانظار من كاس العالم واللي بيحصل في كاس العالم يعني هو لو حد قصر حاجة في كاس العالم حنقوله ده حماس اي منتخب من المنتخبات اللي موجودة هناك وحد قصر حاجة ما بيحصلش لكن لو حد قصر حاجة في المدرجات اللي موجودة حنقول ده حماس مرة تانية وثالثة ومليون ايه الفارق حضرتك عرفت ازاي هل حضرتك شايف ان التكسير لما يبقى من نص الكرسي كده يبقى ده شغب والتكسير اللي من الجنب الكرسي يبقى حماس مثلا هل حضرتك سألت جمهور اللي كان موجود كله سألتهم قالولك احنا بنتحمس لو حضرتك قصد تضحك علينا وعالناس يبقى ماينفعش تقول كده برضو لانه الكلام اللي بيحصل ده غريب جدا طب انا ليه منفعل وليه لو حصل الكلام ده مع اي جمهور في الدنيا هقول هذا الكلام بالمناسبة يعني لانه مش هيخلي الجمهور يرجع مرة تانية حضرتك بتجد مبرر للجمهور المخطئ علشان يكسر مرة تانية حضرتك اللي خد القرار بيجد مبرر للمخطئ عشان يخش المرة الجاية ويكسر تاني وحنقولك ده حماس هتعرف منين او هتقولنا منين ان ده حماس ولا ده شغب عارفين الغريب في قرار لجنة الاندية النهاردة ايه انه لم يوقع عقوبة على الاهل وجماهيره او الله يعني النهاردة اللي برضو حاجة استغربتها جدا يعني ان في الاهل او رابطة الاندية لم توقع على الاهل وجماهيره بسبب اللي حصل في المباريات اخرى مش ده اللي بيحصل دايما كمان حضرتك خدت قرار بتغريم جماهير فريق لانهم سبوا حارس الفريق طيب يعني حضرتك معترفة هو في جانب اخر او في المباراة اخرى انهم سبوا وشتموا هو مش حضرتك قلت او قلت على هذا الكلام قبل كده اما عقبه بمنع عدد من جماهير الاهلي بعد مطش الداخلية وعقبتهم بمنعهم مباراتين هو فين الميزانة فاندم يعني حضرتك عقبت جمهور الناد الاهلي في مباراة الداخلية وعقبت جمهور اخر عشان سب حارس فريق منافس اش معنى الكراسي دي حماسة فاندم ما هو ممكن يعني بما انه حماس وانا شخصيا انه لاقوا شجع على السب والكلام ده كله ولكن بما انه حماس فانا دلوقتي فاضل دقتين وفرقتي متعدلة والجن بيضيع وقت فحاشتم الجمهور وده مش صح ده غلط جدا جدا فحاشتم الجن يعني ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده معناه ما هو ده حماس انا باشتم جمهور الفريق المنافس او انا باشتم حارس مرمى الفريق المنافس علشان بيضيع وقت فانا متحمس ان انا اشتمه هو فيها فاندم لايحة حضرتك احنا شغالين بيها ولا على حسب الحماس عشان ما حدش يطلع يقول لي اسلام بيحرط جمهور واسلام مش عارف ايه انا بوضح موقف وبقول حتى لو جمهور الاهلي هتكلم في هذا الامر بس انا متأكد ان جمهور الاهلي ما بيعملش كده لانه اللي انا بسأله لحضراتكم هل تطبيق اللواية حسب المزاج والاهواء وبعدين وبعدين ده لسه بدري ده رابع مباراة رابع مباراة الحقيقة ان بداية هذا الموسم هي بداية غير مبشرة انا شخصيا يعني لست متفائل بما يحدث لانه انا الحقيقة كان عندي تفاؤل بكل شيء بيحدث ولكن لما بتكلم يقولك اصل الاسلام بيقعد يتكلم ويعمل طيب انا لما باجا تكلم بتكلم عشان حاجتين المصلحة العامة لهذا البلد الكبير ها ومصلحة كرة القدم انا نفسي مرة تانية اشوف الجمهور مالي اللي استاد بدون ما يكسر او بدون ما يتحمس لإيه لانه حتى لو انا انا حبقى انا كجمهور رايح هتفرج على مباراة عارف ان انا لو كسرت الكرسي ده محدش هيطلع يقول مبرر هتعاقد حتى لو متحمس لانه الحماس لا يمنع الاقاب ولكن اللي يزعل اكتر واكتر حاجة واحدة فقط وهي ايجاد مبرر للمخطئ ايجاد مبرر للمخطئ الحياة كان عندي تفاؤل ان يتم تنظيم مسابقة جيدة هذا الموسم ولكن البدايات غير جيدة لا يوجد ميزان لو حضرتك بتعمل كده مع جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي وجمهور المصري وجمهور الاتحاد وجمهور المحلة وكل الجماهير ما حدش هيتكلم معاك في حاجة لان المساواة في الظلم عدل يعني يعني حضرتك حضرتك لو ما عاقبتش جمهور الاهلي وقلت جمهور المتحمس ما كنتش حقدر اتكلم انا دلوقتي وانا لا ادعو لعدم العقاب بالمناسبة بالعكس انا ادعو للعقاب والعقاب الشديد حتى لو جمهور النادي الاهلي اخطأ ليه يا فندي ما انا بقول الكلام ده عشان انا نفس اشوف المدرجات دي مملية مش مقصورة نفس اشوفها مملية لان انا كده القرارات اللي بيتم اتخاذها دي بتدعو للفتنة ميزان العدالة يجب ان يكون ميزان واحد ميزان العدالة يجب ان يكون ميزان واحد مش الفرق الابس احمر يبقى لأ مفيش حماس ده شتم وسب وعمل ووقفوا ده طلقوا بالاسماء تخيل بالاسماء ده حضرتك ما قلتش عقوبة جماعية وخلاص لأ حضرتك طلقت بالاسماء لكن بقول لحضرتكو ايه مفيش مشكلة وجمهور الاهلي استحمل الكلام ده كله ولكن ان تجد مبرر للمخطئ بعيدا بعيدا اي لون تاني غير اللون اللحمر تجد له مبرر الا اللون اللحمر او الا النادي الاهلي اولا انا مش عايز مبرر لان انا كل ما اريده هو العدالة في تنفيذ كل شيء العدالة في تنفيذ كل شيء من فضل حضراتكم اللي بيحصل ده ما يصحش دي رسالة محدش يقول لي انت طالع تعمل وتخلي وتسوي اللي خالص انا دي رسالة مهمة في بداية الدوري لاني انا اعلم تماما ان كل اعضاء لجنة الاندية كلهم رابطة الاندية كلهم محترمين كلهم نابا احمد دياب الكابتن احمد متعب الاستاذ عامر حسين الاستاذ سروت سويلا كلهم ناس محترمة ولكن انا مستغرب جدا 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 من هذا القرار الغريب بيضيع كل التفاؤل لانه بيودينا لمرحلة الاحتواء وبالمناسبة جرس انذار بعد رابع مباراة ما يحدث من عدم وجود ميزان للعدالة ما بين كل ما بين التمنتاشر نادي ينظر بامور صعبة جدا جدا خلال الفترة اللي جاي قدينا بنشوف اللي بيحصل في كاس العالم ما نحط لايحة ونطبقها الناس كل جمهور هيحترم اللاقحة وهيحترم تطبيق اللاقحة هيحترم الناس اللي بتطبق اللاقحة ولكن ان اجد كل شوية حقا كرر ان اجد مبرر للمخطئ حتى لو كان لابي صحمر بالمناسبة ولكن اللي انا عارفه او اللي كل مصر عارفاه انه اللي بيحصل مع جمهور الاهلي الفترة اللي فاتت تحديدا لما كلنا وقفنا كاعلام حتى الاعلام الاهلي ويقفنا قلنا خلاص جمهور الاهلي اخطأ ماشي ماشي طب مستنين بقى العقوبات اللي على بقية الاندية يجب ان يكون هناك عقوبة احنا يا فندم مش مستنين حد احنا مش مستنين حد ولكن احنا دايما بتكون هناك مشاكل حصلت واحنا بنستنى النتائج عشان نطلع نتكلم ونقف في ظهر تطبيق اللوائح والقوانين لان النادي الاهلي طول عمره طول عمره بيقف مع اللوائح والقوانين وتطبيق لكن اللي بيحصل ده اعتقد امر صعب جدا امر صعب جدا جدا ان القاعدة معروفة المساواة المساواة حتى في الظلم فهي عدل لان احنا دلوقتي وصلنا زي ما قلت لكم مرحلة الاحتواء الاحتواء اللي حصل السنة اللي فاتت من لجنة الحكام هو من الواضح انها انتشرت او ان الاحتواء انتشر في كل مكان اتمنى ان تنتهي كل هذه الامور لانه البداية غير مبشرة بالمرة حتى لجنة الحكام الحقيقة النهاردة برضو او في المباراة السابقة مباراة الاهل وطلع الجيش يلا خليني افتح الموضوع ده بالمرة انا ما عنديش مشكلة انه البعض وحتكلم عن الفرقة بالمناسبة وحنتقد اداء الفريق ومالجمعة ما عنديش مشكلة في هذا الكلام ولكن عندما يكون هناك ركل الجزاء صحيحة او ضرب الجزاء صحيحة مية في المية للنادي الاهلي ليه دايما بيبقى عليها كل هذا الكلام وهي هي ركل الجزاء اولى او اول واحدة هي ركل الجزاء وتاني واحدة هي ركل الجزاء مع اكرم توفي ركل الجزاء ادي واحد ادي اتنين ركلتين جزاء هو حسب واحد اهو حضراتكم نشوف انا مش عايز اتكلم في المواضيع دي وفي هذه الامور لانه هي ركل الجزاء واضحة مليون في المية اهو الركبة في الظهر في كل حاجة ودي لا دي ما فاش حاجة اهو دي اللي فيها حاجة اللي جاية بقى دي هي اللي متاخدة في كل حتة الناس عملت بعتهالي وبتقول لي هي دي العدلة التحكمية يا عم اسلام من وجهة نظرك يا جماعة طب ليه ما جبتوش اكرم توفيق وهو بيقع ليه ما جبتوش برونوسابيو وهو بيتضرب وبيقع لا الاخرانية دي ما فاش حاجة بتاعت احمد عبدالقاء ومحمد شريف لكن اهي بص حضرتك هل دي ما تتحسبش ركل الجزاء ها اهو ولا دي هرمى يعني بجد الموضوع اصبح غير طبيعي تلت او ضربتين جزاء الحقيقة التالتة ضربتين جزاء واضحين 100% الحكم احتسب ضربة الجزاء الاولى لكن هناك البعض بيطلع ويشكك ومش عايز يشوف الحقيقة تخيال الناس دي كانت عايزة تحسب يا انا يا ربي والله تخيال الناس اللي طالعة دي حضرتكو كانت عايزة تحسب الهدف اللي احرزه مهاجم طلعي الجيش بي اي دي عمل كده كرة لعبت وسع اه كرة لعبت بالعرض حطابق دي في الجون حطابق دي في الجون اللي هي على طريقة انرامه في الترجل لو تفتكره الكل شاف ان هي هاند بول اللاعب نفسه ما تكلمش ولكن هناك البعض عايز يخلق مشكلة للنادي الاهلي وبيتحججه باي حاجة الاهلي اصلا بيعاني من التحكيم بقالنا سنتين ودايما دايما في هذا البرنامج او في كل برامج النادي الاهلي او في كل برامج قناة الاهلي بنطالب لا نطالب بشيء الا بالعدالة التحكمية فقط يعني كل فريق ياخد حقه ولو لينا حاجة نحسبها ولو علينا حاجة من فضلك حسبها ولا عايزين احتواء ولا بروتوكولات ولا الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه بقالنا سنتين دا احنا عايزين عدالة تحكيمية لو حصلت العدالة التحكيمية النادي الاهلي على الاقل حيفوز بالتسعين خمسة وتسعين في المية من المباريات لانه مش معقولة تفضل طول السنة كويس يعني اكيد فيه مباراة هتبقى قليل فيها زي المباراة السابقة فكل اللي بقوله لحضراتكم ان اللي بيحصل دا ما يصحش يجب ان يكون هناك ميزان للعدالة في كل الامور خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنقرأ اخبارنا اخبار البيت الكديد اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى زي المشاهدين خلينا نقرأ بقى اخبارنا راحة 24 ساعة في الاهلي قبل استقناف التدريبات استعدادا لمباراة غزل المحلة طبعا زي ما حضراتكم عارفين المحلة فيها يعني كان فيها خلال الفترة السابقة مشاكل كتيرة جدا ولكن اول مدير الفني كان حيمشي ويرجع ليه او مش هيكمل معناه دي غزل المحلة ولكن دايما قبل مباراة الاهلي هتلاقي ايه هتلاقي ان الكل بيتضافر كل المجهودات بيتم تضافرها عشان النادي اللي حيلاعب النادي الاهلي يبقى مستقر طيب لو الاهلي يكسب المباراة اللي جاية شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة المحلة القادمة ونقدر نفوز هيحصل ايه انا بقول لحضراتكم من دلوقتي هتحصل مشكلة كبيرة في غزل المحلة الكل دلوقتي بيجري وبيتضافر وبتتضافر الجهود علشان على فكرة انا من اكتر الناس عشان بس ما حدش ياخد الكلام برضو يودين المحلة لا لا خالص لكن بلاش المحلة اي نادي بيلعب ضد النادي الاهلي بتلاقيه الكل بيتضافر والمجهودات كلها بتتضافر علشان يلموا الموضوع وبعدين بقى نشوف بعد مباراة الاهلي ايه اللي هيحصل ماشي ده قدرنا النادي الاهلي قدروا هذا الامر ان هو هو الكبير فدايما لما تيجي تلعب الكبير فبتلاقي كل الدنيا بتتلام اخوتنا واصدقائنا خلال الفترة السابقة لما تيجي تتكلم مع احد المشجعين الاهلوية يقولك دايما قبل هذه المباريات مش المحلة بس كل المباريات يعني قبل طلاع الجيش بتلاقي كده حلوا امورهم والكابتن عبد العالي استقال وبعدين الكابتن محمد يوسف جيميسيك قبل المباراة بتاعت بعد المحلة في مباريات اخرى هتلاقي دايما والمكافآت بيتم وضعفتها والامور بيتم هو ده النادي الاهلي او هو ده الكبير دايما بتلاقي كله دايما بيعمل كده كولر بيبدأ استكشاف غزل المحلة قبل مواجهته في الدوري بالمناسبة هي مباراة صعبة جدا على النادي الاهلي يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده مباراة طلاعي الجيش مباراة صعبة جدا ولم نكن فيها جيدين خصوصا في الشرط الاول ولكن قدرنا نكسب فبالتالي النتيجة تخلينا نصبر شوية على شكل الاداء اللي مش عجبنا كلنا كاهلوية هل الاداء عجبنا كلنا كاهلوية الاداء مش عجبنا ولكن النتيجة مخلينا نصبر مخلينا نفضل وقفين ورا فريقنا حتى لو لا قدر لاحصن اي حاجة هنفضل دايما نوقفين ورا فريقنا وحنفضل في ظهر ندينا في كل الامور في كل حاجة لانه لسه بدر جدا على الدوري العام خلي بالحضرتك مش معنى ان الاهل يكسب وان الزمالك تعادل ان انت خدت الدوري ابدا في حاجات كتيرة بتحصل حوالينا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده ممكن جدا جدا تخلي امور كتيرة تحصل احنا بنحاول نوقف هذه الامور من دلوقتي اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي خلال الفترة اللي جاية وكل شوية حاكرر ان يصبح ميزان العدالة ميزان واحد ما همكش لون ما همكش حاجة اخرى ولكن كل اللي يهمك ان يتم تطبيق ميزان العدالة في كل قراراتك ده اللي انا تمنى كولر بيضع برنيمجا لتجهيز علي معلول وعلي معلول الحمد لله على سلامته طبعا هناك كانت انبابة وشير الى ان علي معلول خلاص بطل اللعب ولكن علي لم يؤكد هذا الكلام حتى الان ان شاء الله خلال الايام القادمة هنشوف اللي حيحصل في هذا الامور الحقيقة بعد كل اللي بيحصل في فرع النادي او مقر النادي الاهلي بالقاهرة الجديدة حاجة جميلة جدا وبالتالي هو اقبال كثيف على عضوية النادي الاهلي بفرع القاهرة الجديدة الاستاذ انديل رئيس لجنة العضويات بيكون دائما متواجد واقبال من الواضح ان هو اقبال هذه اقبال كبير جدا لانه هذا النادي بيشهد طفرة انشائية هائلة وزي ما حضراتكم عارفين اللي بيحصل في القاهرة الجديدة او في مقر النادي الاهلي في القاهرة الجديدة حاجة اعجازية اتحاد الكرة بيجري اختبارات اعادة اعادة في اللياقة البدنية للحكام واللجنة الاليمبية تعتمد فوز فرج عامر برئاسة نادي سموحة مصطفى عسل يفوز ببطولة هونج كونج للأسكواش ده كان اخر خبر معنا نهاردة الحقيقة مشكلتنا دايما ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا نقدر نتكلم فيها ولكن دائما النادي الاهلي عنده اخلاق عنده مبادئ بيتم تطبيقها في كل امور في كل امور خلي بقى لحضراتكم صنعة في الاهلي بطلت فقرتنا النهاردة الكابتن نجلاء فوزي نجمت الاهلي السابقة للكرة للطائرة انضمت للاهلي من مسم 98 لحد مسم 2006 حققت العديد من البطولات الافريقية اكتر من 30 دوري وكأس في جميع البطولات المختلفة التي لعبت فيها مع النادي الاهلي احسن ضاربة عربية في البطولة العربية مع النادي الاهلي سنة 98 صنعة في الاهلي كابتن نجلاء فوزي نجمة الاهلي السابقة للكرة الطائرة وبعد كده فاصل وبعد هذا الفاصل هنطلع نستقبل النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد اللي حيكون في ضيافتنا في الجزء القادم من هذه الحلقة صنعة في الاهلي كابتن نجلاء فوزي ثم فاصل ثم النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد في ضيافة البيت الكبير طبعا كلاعبة بدأت مشواري البياضي في نادي سبورتينج الاسكندرية لعبة اسكندرانية أساسا كتبعها في نادي سبورتينج رطيرة وبدأت مشواري سنة 91 الحمد لله في خلال سنة واحدة انضمت لمنتخب مصر ناشئات ولعبت 18 سنة سبورتينج ولعبت درجة أولى في نفس السنة النادي سبورتينج ده بالنسبة لي في اسكندرية طبعا كانت خطوة كبيرة جدا بالنسبة لي انضم منتخب ناشئات ولعبت بطولة علم في براتسلافة 91 وبعدها تم اختياري في المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقية في نيجيريا في لاجوس وبعدها حققت أول بطولة جمهورية في حياة نادي سبورتينج في 18 سنة بيننا وبين الأهلي وكانت دير بطولة الأقوى أن أحقق بطول الجمهورية النادي سبورتينج الحمد لله رب العالمين أنا وفي زميدات وبعدها كابت الرقوف كان ماسك في فرقة النادي الأهلي هنا وكان مدرب في المنتخب مرني في المنتخب في الدرجة الأولى 93 95 وكلمني أن أنتقل للأهلي سنة 98 وبالفعل انتقلت سنة 98 كاستعارة في البطولة العربية الأولى كانت بتتنظم في تونس كانت أول بطولة العربية تنظمة تونس 98 وانتقلت كاستعارة والحمد لله رب العالمين بعدها على طول انتقلت رسمي النادي الأهلي من 98 لحد 2006 بنادي الأهلي الحمد لله حققت كتير من البطولات الأفريقية والعربية وطبعا المحلية أكتر من 30 دور يكاس الحمد لله رب العالمين البطولات مع النادي الأهلي كلها غالية بأمانة أغلى بطولة بالنسبالي كانت أول بطولة العربية لأنني لعدت فيها 98 كنت بالنسبالي البطولة دي لو قدت فيها كويس كنت فيها حاجة كويسة كنت أكيد 100% حتنا للأهلي وده كان أملي الوحيد أنني لعدت في نادي الأهلي الحمد لله رب العالمين البطولة دي كانت أقوى البطولات بالنسبالي وأخذت فيها كمان أحسن لقب أفريكي أخذت فيها أحسن ضربة عربية في البطولة البطولات الأفريقية طبعا كأبطال دوري وأبطال كاس حققنا العديد منها الحمد لله وكانت بالنسبالي غالية جدا عشان كانت فرق قوية جدا جدا زي كينيا والكاميرون وتونس والجزائر حققنا بطولات قوية جدا الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمدربة أنا أول بطولة أول تدريب ليا مساكة منتخب القاهرة أربعتشر سنة وكانت سنة 2018 2018 2018 2019 قابليها كنت مسكة تدريب في الأجدامية بتاعة كرة الطائرة بتاعة نادي الأهلي وبعدها كابتن تهاني توسون كانت فيه أول بطولة تتنظم بطولة منتخب المناطق تبقى منطقة القاهرة منطقة الجيزة منطقة بقالها أفتر من عشرين سنة ما تنظمتش من أيام كابتن ناصر سليم الله رحمه رئيس الاتحاد ساعتها كابتن أحمد زكريا رئيس لجلد المدربين وكابتن تهاني توسون كانت عضو لجلد المدربين فاختروني أن أنا أمثل منتخب القاهرة أن أمسك منتخب القاهرة وده كان أول تدريب ليا أن أنا أمسك ستة بنعة ومنتخب وكانت بتوله قوية جدا بالنسبة لي والحمد لله ربنا وفقني وحققت النتيجة وكسبت منتخب القاهرة بعدها جيت نادي الأهلي اتخذت على طول مسكت فرقة 12 سنة وكانت بطولة رسمية والحمد لله حققت البطولة فيها برضو وبعدها الحمد لله رب العالمين 2019 مسكت بطولة 18 سنة جمهورية لحد وقتنا هذا وحقق نتائج الحمد لله أول قاهرة أول جمهورية أول قاهرة أول جمهورية الاختلاف القوي بين نادي الأهلي وأي نادي في الدنيا أن نادي الأهلي ما فيش حاجة عنده اسمها تاني إحنا ما عندناش حاجة اسمها تاني إحنا بالنسبة لنا الأول فقط لغير يعني يعتبر إحنا أنا بقول لها لديك أنا في الأول خالص على قد ما أنا زعلانة أن أنا خسرت منطقة القاهرة وأخدت مركز تاني بس يعني في حد ذاته عملنا إنجاز إحنا كسبنا الفريق اللي بيكسبنا بقى لقتا من أربع سنين وده إنجاز في حد ذاته الحمد لله فالأهلي طبعا لا يقرم بأي فريق تماما اللي يكون رقم واحد في الملعب قبل اللعيب الجمهور ده بيدي للعيب قوة وبيدي طموح وبيدي أمل وبيدي إصرار إنه هو يحقق النتيجة دي علشان خاطر الجمهور وعشان خاطر النزيم حققنا كلنا القاب عربية وأفريقية كتير جدا كل واحدة فينا واخد ألقاب شخصية كتير أنا واحدة من أخدت ثلاث ألقاب أفريقية وعربية كابتن تهلي تصن واخده 18 مرة أحسن لعبة في أفريقية يعني كابتن تهلي تصن تعتبر الكرة طيرة في أفريقيا مش في مصر بس في أفريقيا فكلنا كل الأساس ده من الأهلي فإحنا بيقول شكرا للنادي الأهلي اللي خلانا نبقى إحنا في المنصب ده وفي الزهور ده الحمد لله يا رب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير وأحد نجوم النادي الأهلي عندما تتكلم عن أمير عبد الحميد هتتكلم عن إنسان محترم الكل بيحبه وهو كمان بيحب النادي الأهلي زك أمير حبيب يا كابتن إسلام شكرا عشانا ربنا يخليك أنا طبعا سعيد أنا معيك النهاردة وشكرا على الكلام الحلو حبيب ربنا يخليك حنتلع نشوف تقرير عن كابتن أمير عبد الحميد ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين رجعنا معكم مرة تانية ومع كابتن أمير عبد الحميد كابتن أمير طبعا تاريخ طويل ومع ندي الأهلي ومع كثير من أندية الدولة الممتاز لعبت يعني في فترات طويلة كمان مع ندي الأهلي ثم مع كازا نادي بعد كده آخر حاجة أنا عارفت كنت بتضرب في سكر حديد ومشيت ودلوقتي أعتقد مشرف على القطاع على حراس المرمر في القطاع البنك الأهلي بصك كابتن إسلام هو يمكن أنا بعد ما اعتزلت على طول دخلت النادي الأهلي من خلال أكاديمية النادي الأهلي كنت مدير فرع النادي الأهلي في شيخ زايد والحمد لله عملت تلات سنين كويسين خدمت فيهم النادي وده طبيعي أن النادي الأهلي طبعا كان ليه دور كبير جدا في شهرتنا وفي الوضع الاجتماعي وفي كل حاجة طبعا النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ليه دور في ده كنت ساعتها كابتن خليب يبقى يجلمني وقال لي لازم تدخل جوة النادي النادي الأهلي بيعمل كوادر وولاد النادي يبقوا موجودين كان ساعة حسام غالي وفضل وكده فأنا دخلت مع المجموعة وكنت مدير أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد طبعا كان ساقة كبيرة من كابتن خليب بيبو وكابتن شطة وطبعا قابليهم كابتن خطيب ومجلس الإدارة فكانت حاجة كويسة جدا وده اللي كان واحد بيدفع عنه يا كابتن إسلام إن أنا الواحد أومي يبطل يرجع النادي تاني حاجة مهمة جدا أنك أنت تاني حياتك في النادي الأهلي وتدخل جوة النادي الأهلي في أي مجال أي مجال أو أي حاجة الواحد يخدم في النادي الأهلي أكيد هيبقى شرف لي وده كان اهتمامي أن أنا أريد أن أرجع النادي الأهلي والحمد لله رجعت من خلال أكاديمية النادي الأهلي عاد تلات سنين قدمنا ولاية كويسين للقطاع من خلال الأكاديمية وفي نفس الوقت دخلت في الكارير الفني بقى مسكت في نادي السكة الحديد عادت سنة مع أمير عزمي ومسكتنا عملنا شغل كويس في نادي السكة الحديد دخلت في الكارير بقى الفني وفي نفس الوقت دلوقتي طبعا أنا مشرف على القاع في نادي البنك الأهلي لحراسة المرمى في القطاع بالكامل ومسك 2001 فعملين شغل كويس الحمد لله في النادي البنك الأهلي متابعتش بعيدة تروحت البنك الأهلي دعا يعني طبعا الناس محترمة جدا مجلس إدارة محترم لأشرف والعميد حاتم والأستاذ محمد عبد المنعم كل الناس وكابتان أحمد شعبان كل الناس اللي كانت موجودة وقابليهم طبعا كانت تخارجة ضلة وطبعا بشكره من خلال قناة النادي الأهلي أنه طبعا هو اللي جابني النادي البنك الأهلي وكان ليه دور كبير في وجودي في نادي البنك الأهلي كل الناس هناك محترمة ومنظومة محترمة جدا يعني ما تقلش عن طبعا النادي الأهلي بتعمل بقى إيه دلوقتي أو هتعمل طموحاتك إيه خلال الفترة اللي جاية يعني أنا عارف أنت نفسك في يوم من الأيام تكون موجود في الفريق الأول في النادي الأهلي منتخب مصري كمان والله يا كابتن إسلام أنا يعني طبعا زي ما حقا قلت طموح مهم جدا أنك أنت تبقى مدارب حراس مرمى في النادي الأهلي هذا اللي إن شاء الله الواحد بيسعى لي ولكن أنا نفس الفرصة تيجي تتاح لأن طبعا أنا كنت مفروض أن أدخل قطاع الناشئة في النادي الأهلي وما كانش حصل نصيب كان كل الأجهزة تسكنت وكابتن خليبي بي تكلم معايا فأنا مستني فرصة سواء أخذي من النادي الأهلي من خلال القطاع أو في الفريق الأول ولكن أنا كل تركيز دلوقتي مع نادي البنك الأهلي وإن شاء الله بأمل حتى يمكن كان فيه كلام إن أنا احتمال كبير أطلع مع كابتن حميد طلقان في النادي البنك الأهلي مضبط الدنيا مع الكابتن خالد خليل اللي هو مضرب أمبي وفجأة كابتن طرعب العليم بقى موجود وفيه ناس كان فيه كلام على المصري وكان فيه كلام في كذا نادي ولكن أنا يعني ما كانش فيه نصيب ولسه وإن شاء الله بأمل اللي جاية بأفضل بإذن الله وبأمل بقى اللي هو إن شاء الله لما تجي لي فرصة أنا عايز بس أهم حاجة كابتن إسلام تيجي لك الفرصة لكن أنت عندك طموحات سخير بأك أنت متعود على كده أمير يعني حتى لما تيجي نتكلم عن مشوار أمير عبد الحميد أنت خدت الفرصة من واحد زي عصام يعني عصام مصر كلها تعلم هذا الأمر يعني من الناس اللي ما بتسيبش الملعب يعني اللي لو يعني يعني فيه حاجة كبيرة جدا 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 تخليه سبيه الملعب طبعا فهي نفس الوضع أن هي نفس الفكرة يعني أن أنت برضو بتنتظر و لما خدت الفرصة خدتها فيه أنت خدتها في كاس عالم الأندية يعني بقى لو فاكر يعني طبعا هو بص يا كابت الإسلام공 هو الواحد طبعا يعني زي ما الواحد بدأ مشواره من où أنا عام صغير في النادي الأهلي أنا من أبناء النادي الأهلي ودرشرة في لاية من où أنا عندي 9 سنين 10 سنين ون وننادي بأمل إن أنا أدخل كنت أدخل السلمة واحدة واحدة من خلال النادي الأهلي برضو ولكن طبعا لسه النصيب ما جاشي إن أنا أدخل هي الفكرة بسا كابتن إسلام إنك إنت تجي لك الفرصة ولو جات خلاص لو جات خلاص يعني إدي الفرصة وشوف وتابع وبعد كده شوف النتيجة يعني أنت النهاردة وإنت في القطاع تأمل إنك إنت تكون موجود جوانا دي الأهلي فضلت مستنى 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 لحد ما جات لي الفرصة ولعبت الحمد لله خدنا بطلاط فالناس كنت ألقانا شوية لأن طبعا زي ما حاك قلت حضر قيمة كبيرة وإنك إنت تدخل بعد الحضري دي حاجة بتبقى مش سهلة في نفس الوقت في الكارير الفني أنت النهاردة الواحد عايزين ناخد الفرصة يعني أنت بتاخد الفرصة الأول بعد كيها تحكم لكن إنت ما يفعش تحكم وإنت لسه مخطرش أي فرص يعني فيه ناس تقول لك إيه أمير لسه مبطل وهو الأخو فيه ناس ما بطل على الحضري بطل مسك عبد المنصف بطل من ثلاث ساعات مسك بعد داربعة ساعات في نادي المصري هي القصة كلها كانت تتدي الفرصة للشخص وبعد كده تبتدي تتكلم يعني أول ما بطلت طبعا كنت أتخلي بيه وكان أتكلم معي وقال لي إن شاء الله تدخل معنا ولكن خد خبراته أول آخره فدلوقتي خط الخبرات أنا مسكت نادي السكة وتعرض عليها نادي السكة تاني والدلوقتي موجودة في نادي البنك الأهلي وجالي كذا عرض في الدور الممتاز ولكن طبعا المسؤولين في نادي البنك الأهلي قالوا لا أمير يبقى موجود معنا ويدي خبراته للحراسة اللي موجودين في القطاع هي الفرصة بس كانت الأسلام تجي لك وبعد كده هتلاقي الدنيا كويسة جدا زي ما أنا كنت مستاني فرصة والحمد لله كانت الناس الآن واخدنا بطلاطه واخدنا تلت عالم واشتغلنا بس هي الفكرة في الفرصة اللي تجي لك لكن ما تحكمش على حد وانت لسا ما ديتش أي فرصة فأنا بأمل إن شاء الله الفرصة تيجي بإذن الله أنا شخصيا متأكد من طبيعة أمير عبد الحميد إن هو هيكون له دور كبير جدا في مستقبل حراسة المرمى في مصر خلال الفتر القادمة إن شاء الله خلينا نروح بقى للمونديال 2022 يا أمير تباية دور الستاشر إزاي ومن وجهة نظرك إيهي أبرز المفاجآت اللي حصلت في دور الستاشر بص يا جابت الإسلام هو طبعا اللي تعرف بطلاطة الكبرى بتبان بقى من دور الستاشر بتطلعب من دور الستاشر أنت عندك فيه ناس في الأول مفاجآت فيه حصان أسود بيبقى موجود مين الحصان الأسود دامي؟ كنا بنعمل بولندا يعني بولندا صعدت برضو قد تقدمت مستويات كويسة ولكن طبعا ما كملتش لإني طبعا بولندا بيعتمد على لاعب واحد بس في نفس الوقت كان تشزني حالس المرمى كان ليه دور كمان إن هو يصعدهم ولكن أنا شايف إن المفاجآت الكبرى في بطولة كبيرة زي دي هي بطولات العربية والأفريقية المنتخبات الأفريقية والعربية أنك أنت بتصعد وبتاخد ثقة لأنه خلاص أنت كل الدنيا كل المنتخبات عندها لعبة محترفة كبيرة جدا وعندهم زمانهم بالعاب ضدهم في المنتخبات الكبرى فبالتالي الثقة موجودة بلس إن البطولة مقامة على بطولة عربية أو دولة عربية جمهور كبير جدا بيساند الناس طبعا يعني تنظيم هايل ملاعب وتصوير وإقامات وكل حاجة بصراحة كاس عالم نموذجة كابتالإسلام بمعنى الكلمة ملاعب وتصوير السودهات تحليلية لعيبة كل حاجة موجودة فأنا شايف في موجة نظر إن المنتخبات الأفريقية والعربية عملوا إنجاز وهذه حاجة كويسة جدا بنأمل إن شاء الله المغرب تكمل النهاردة السينغال خرجت فبنأمل إن المغرب تعمل حاجة إن شاء الله قدام أسبانيا فما فيش حصان أسود معين أنا بتكلم على المنتخبات الأفريقية والعربية كان مفاجأة بالنسبة للمنتخبات العالمية يعني تونس تكسب فرنسا والبرازيل تتغلب من كاميرون والأرجنتين مغرب بلجيكا تكسب بلجيكا وبعد كده بتصعد صحيح فبتكلم في تونس تكسب فرنسا يعني حاجات بصراحة حاجات جديدة جدا جديدة مكناش متعودين عليها خالي تكلم معاك بقى عن مستوى حراس المرمى بشكل عام أو بشكل أكبر في بطولة كاس العالم يعني شايفوا إزاي حتى الآن أنا شايف أن يعني مارتينيز هو من الناس اللي هي حارس مرمى الأرجنتين ده من الحراس المرمى الممتازين وعملاق وأنا كنت متابقى في الدور الإنجليزي مع أستون فيلا كان واحد برضو كان غالبان على قد حاله استنى فرصة بكل الحارس الأساسي بتاع أستون فيلا تعور ابتدى هو يشتغل وياخد بقى ثقة مهمة جدا في أستون فيلا ابتدى يشتغل كان بين عن المنتخب الأرجنتين دلوقتي النهاردة من أهم الخطوط أو اللاعبين اللي موجودة زائد ميسي طبعا فيه منتخب الأرجنتين وبيدي صاقة كبيرة جدا وشفنا عمل أنقاذ هايل في الماتش الأخير قدام أستراليا كان خلاص الموضوع أنت تخش في الجيم تاني وتخش في أكستراطايم والأستراليين أقوية ممكن كان يطلع أرجنتين شايف تشزني طبعا حارس مرمى بولندا حارس مرمى كويس أنا متابع من أيام ما كان في روما مع صلاح كان عامل مشات كويسة جدا في الشامبينز ليج وكان عامل مشات كويسة جدا في الدور الإيطالي بعد كده دلوقتي هو مشغال في إيفونتوس وكان رايح أعارة من أرسنال يعني عنده خبرات كبيرة جدا وكان ليه دور أن بولندا تصعد وكان أداء ممتاز كنت أتمنى أنه يكمل بحيث أنه من الحراس المرمى الممتازين بس أنا شايف أن لوريس حارس مرمى فرنسا برضو هيبقى ليه دور كبير جدا لأنه حارس مرمى وموهوب وشغال كويس جدا مع تويته نامية من الحارس الأفضل بالنسبة لك حتى الآن؟ لغة دور الستاشر أو لغة موبايلات اللي شفتها في دور الستاشر حتى الآن مارتينيز حارس مرمى أرجنتين أنت معجب بي جدا معجب بي لأنه بنا فترة كبيرة جدا ما نشوف ناس حراس مرمى موهوبين مع المتخبات الكبرى يعني إحنا كان دائما نقول لك الأرجنتين وبرازيل كانوا بيعانوا من حراس المرمى دلوقتي أنت بتتكلم في اتنين من أحسن أو من أحسن الجنب في العالم في البرازيل ودلوقتي مارتينيز عامل شغل كويس جدا مع الأرجنتين فأنا شايف أنه هو هيبقى ليه دور كبير جدا في صعودهم لوريس برضو هيبقى ليه دور كبير جدا مع فرنسا هل تعتقد أن الحراس هيكون لهم دور مهمة في المراحل النهائية ولا المنتخبات الكبيرة هتكسب على طول والله كابتن إسلام طبعا الحراس المرمى لما يكونوا حراس كبار ومركزين السيف بتاعه أو الإنقاذ بتاعه بيفرق أنت النهاردة شفت النتيجة كانت 0-0 السنغالو وإنجلترا كنت أسماعيل أسار أسماعيل أسار إنقاذ هايل إنقاذ هايل من واحد بقى له فترة كبيرة جدا بيلعب مع المنتخب إنجلترا وماشي كويس جدا مع أفرتون عمل إنقاذ هايل اتردد بهدفين فالحراس الكبار اللي هم موجودين في المنتخبات أكيد لهم دور كبير جدا في إنك أنت تتحول النتيجة أو تحافظ على النتيجة مع ناس بتاعه بتخلص يعني شفنا إنجلترا النهاردة من الفرق الممتازة اللي بتاعه بتطلع بالكرة من وراء صح والفرق الكبير اللي بتاعه بتطلع كابتن إسلام من وراء صح إنك أنت فيه ناس كتير جيب تأخذوا الكرة وتلعب طويل إنك أنت النهاردة بتتحول من الدفاع للهجوم وعندك سرعات ونجين وعندك واحد بيخلص وعندك حارس بيعمل إنقاذ هاي طبيعي إن الفرق اللي زي دي بتكمل في النهائيات يعني فأنا شايف إن الحراس مرما هيبقى لهم دور كبير جدا في فترة جاية وخلي بالك أنت المنتخبات بقيت عندهم حارسين أنت الفرق اللي هي ضمنت للصعود بعد ماتشين بيلعب الحارس التاني لو هو التاني مش بديل أنت بتتكلم في أسماء كبيرة جدا فأعتقد إن المنتخبات اللي عندها حارس وحارسين هيبقى لهم دور كبير جدا للفترة الجاية في الأدوار اللي جاية حراس المنتخبات العربية الحقيقة كلهم معظمهم أو معظمهم تقلقوا لكن يظل دائما ياسين بونو له نكهة خاصة ياسين بونو طبعا من الحراس الممتازين وده تكملة طبعا للحراس العظام اللي هم على مدار تاريخ المغرب من أول بادو الزاكي الحاد ياسين بونو ياسين بونو عنده خبرة كبيرة جدا ياسين بونو عمل ماتشات كهيلة يمكن لعب أول ماتش وبعد كده تاني ماتش حصله طبعا إصابة ولعب الحارس البديل معاه في المغرب ياسين بونو الماتش اللي فات مش هقول إنه هو 100% كان يعني مركز 100% لأنه كان فيه بعض الأخطاء كانت ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا بعد الهدف الثاني في آخر ديئتين تلاتة كرة اللي وقفة بسدر ولكن دي حاجات خفيفة بتحصل لكن هو أكيد هيبق ليه دور كبير جدا أعتقد في ماتش أسبانيا وهو كمان لعب وعارف لعيبة كويس جدا في أسبانيا بيلعب في الدور الأسباني فإن شاء الله يبقى موفق في اللقاء اللي جاي ويعمل اللقاء كويس وإن شاء الله بنعمل إن المغرب تكمل يعني إن شاء الله لوريس مع فرنسا وإدرسون وأليسون ده بالمناسبة أليسون بيكر وإدرسون في البرازيل في الاتنين يعني واحد واثنين في المنتخب البرازيلي جمدين جدا يعني أعتقد أن الاتنون دور تحديدا أليسون وإدرسون ليهم دور كبير جدا من المنتخب برازيل وغير طبعا لوريس حالس من المنتخب الفرنسي أيضا هيكون له دور كبير للفترة اللي جاي طبعا تتكلم التلاتة بلعبوا في دور من أكبر أندية العالم دور الإنجليزي والاتنين حراء يعني متكلم واحد في مانشاة سيتي واحد في ليبربول واحد في توتن هام اللي هم من أكبر الأندية اللي موجودة في الدور الإنجليزي ووليهم دور كبير جدا فأنديتهم في أن هم يبقوا في القمة فأعتقد أن يعني وبقى أنا فترة كبيرة جدا ما شفناش حراس في البرازيل كنا بين هو ده لقد عندك واحد واثنين وكمان بلعبوا يعني كان دائما يقول لك مشكلة البرازيل أيام يعني الجلل قديم أوي 94 يقول لك مشكلة البرازيل في حارس مارما ها دلوقتي لا انت عارف كابت الإسلام يعني 98 عطاقة تفاريلي اللي كان بيلعب فتفاريلي ده لما كان بيلعب كان يقول لك يا أخيرا لقوا حارس مارما دلوقتي انت بتتكلم في اللعب الحديث انت بتشتغل برجلك كويس انت عندك إدرسون يعني جورديولا اشتري من بنفيكا بس عشان رجله بيلعب برجله تخيل من بنفيكا وبمبلغ كبير جدا مع الخبرات ويالي شبرت وبيكر كان رقم اثنين بعد تشيزني ما دانيا بتتكلم فيه في روما مع محمد صلاح لما تشيزني رجحت هاني أرسنل ابتدى هو يلعب وبعد كده ليف البولي اشتري فانت بتتكلم في الاثنين هيلين وامتازين وخلي بالك انت التصفيات برضو إدرسون هو اللي كان بيلعب وناس بتطالب ان إلسون هو اللي يلعب فدلوقتي خلاص انت الفترة الأخيرة مع إدرسون لا يرد فعل عكس التجاه دي كانت ممكن تحول برضو النتيجة تحول نتيجة المباراة طبعا لكن هو يعني هو خسره في المتش ولكن هو طبعا من الحراس الممتازين المواهوبين ودي حاجة كويس جدا البرازيل سنتين ثلاثة أربعة متأمنين في الحراس تلم وطبعا لوريس مع فرنسا بقى له فترة كبيرة جدا وشغال كويس بشكل كويس جدا مع توتنا ومع فرنسا كابتن تيم فأكيد هيبقى لهم دور الفترة الجاية أكتر المنتخبات اللي اتظلمت من وجهة نظرك مش هقول اتظلمت هقول النتائج بس هي اللي ما مشيتش معاها وأهداف ما مشيتش معاها يعني شوفنا فرنسا مثلا متخب تونس لما كسب فرنسا وتبتكلم في هزيمة مش عارف فين جول بيفرق صحيح بقى الجول بيفرق بيطلع فرق فبالتالي أنا شايف من وجهة نظر أنا راضيع تماما على المنتخبات العربية والأفريقية اللي موجودة النهاردة السنغال كنا بنأمل النهاية تكمل ولكن طبعا السنغال ما كانتش في يومها النهاردة فمشايف حد منتخبات الظلمة التحكيم هايل البطولة هايلة التنظيم هايل كل حاجة هايلة وأعتقد أن ضرب نار في اللي جاي ده هيبقى ماتشات صعبة جاي المغرب ممكن يوصل لفين يا أمير بصة كابتن هو زي ما قلتلك أنت دلوقتي اللعيبة اللي موجودة عندها ثقافة كبيرة وعندها ثقة كبيرة جدا واللعيبة عندها خبرات واللعيبة ثلاثة ربعة بتلعب في المبرة يعني المغربة يعني المغربة طبعا المحترفين واللعيبة محترفة عندهم لعيبة كويسة عندهم حالس مار ممتاز خط تدفع هايل عندهم ونجين هايلين عندك دفندرين جامدين عندك ناس سرعات في الفراو ده ده طبوح نهاية توصل للنهاية طبعا فطبيعي نهاية لازم تعدي المغرب أتمنى المغرب تلعب بخطة متوازنة يلعبوا على الهجمات المرتدة ما يستعجلوش اللي بنكسب ويلعبوا بثقة لأن طبعا انت دلوقتي شوفنا تونس إدت ثقة كمان للمغرب هي كسبة فرنسا فبالتالي النهاردة أنا كفريق مغربي أكسب مطشينا على بعض ورا بعض واسعد ودي فترة كبيرة جدا شايف إيه الفارق ما بين النسخة دي في كسر عالف تنظيم كسر عالم والنسخ القبل كده يعني على الأقل النسختين الأخيرتين في الحال فنية طبعا بص قبل كده في النسخ القبل كده انت كنت بتتكلم في الدولتين يعني ساعات فيه دولتين كانت بتنظم ممكن تلاقي بلديكا وهولندا ممكن تلاقي مش عارف مين ومين ممكن تلاقي مش بنفس الجودة والإمكانيات انت بتتكلم تنظيمية وكل 3-4 سنين 3-4 سنين بيحصل فيهم تطورات وتجديدات وتصوير وملاعب وإمكانيات بتتكلم في بلد عربي بتتكلم في بلد تتحاربت كتير جدا من دول كبيرة وما زالت وما زالت لكن انت بتتكلم في ناس أولوبية طبعا بيشتغلوا طبعا بيشتغلوا صح الناس بقالها فترة كبيرة جدا بتتضبط بتتضبط الملاعب إمكانيات طبعا كبيرة جدا جدا التنظيم الناس بتفكر كويس يعني بيجيب ناس تشتغلهم بالفكر وبإمكانيات قطر بتشتغل لأنك انت يعني زي ما قلت لكي الأربع سنين بتختلف فيها حاجات كثيرة جدا أنا شايف من وجهة نظري من أنجح التنظيمات حتى من ناحة الفنية برضو أمير من ناحة الفنية طبعا أنا أعتقد أنها برضو أفضل كتير من الفترات السابقة وعلى أعلى من روسيا طبعا طبعا أنت بتتكلم يعني حتى الفرق اللي موجودة كل واحد عنده طموح أنت بتتكلم فأعظم يتنين جمعوا على تاريخ البشرية كسل ورونالدو وميسي عندهم أمل أنه خلاص يعني ممكن ما يلعبوش الكاس العامل اللي جاي فكله بيحارب كله بيحارب أنه هو عايز يوصل أنه هذا الفرق العربية والأفريقية بتكسب فبتعدي بتدي سقل اللي بعده فأنا شايف أن التنظيم كويس وخلي بقى لك أنت التنظيم يا كابتن إسلام كمان كل ماتش ليه افتتاح يعني كل ماتش ليه افتتاح ما تعودناش على ده أنت هو افتتاح في الفاينل وفي البداية وخلاص وخلاص على كده لكن أنت بتتكلم في افتتاح مصغر قبل اللقاء مثلا بثلاث أربع دقيق هو تنظيم وملاعب إمكانيات كبيرة جدا وتقنية جبيرة جدا وتصوير حتى أرضية الملعب اكتنا إسلام احنا شوفنا عندي منتخبات أو دول عملت تنظيم كاس عالم لكن الملعب مش كويس لم تكن بهذا الشكل لا طبعا شوفنا جنوب أفراقيا ماشي الإمكانيات هو أول آخر بس مزي كده الملعب كانت وحشة جدا واللعب والمنتخبات العالم كلها كبتشتك من أرضية الملعب لكي تتكلم من أرضية الملعب تتكلم من أماكن للصلاة تتكلم من أماكن للأكل بتتكلم منها كل حاجة موجودة المضاق كبير جدا صحيح فبصراحة كاس عالم منظم وأتمنى إن شاء الله لحد النهاردة يكمل بقى لغاية الفقر حتى كمان الجمهور مفيش مشاكل مفيش حاجة بنأمل إن يكمل ويستمروا على كده إن شاء الله عموما كل التوفيق لكل المنتخبات خلال الفترة الجاية وخصوصا طبعا المنتخب المغربي هو اللي يتبقى لنا نحن نقف في ظهره خلال الفترة القادمة خلينا نطلع نشوف تقرير عن الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة لمواصلة الانتصارات ونرجع بقى نتكلم عن الأهلي وغزل المحلة طيب ده كان تاريخ عن مباراة المحلة ناخد شوية برضو أو أعرف رأيك في مباراة الأهلي وطلاع الجيش وبعد كده ننتقل للمحلة يعني طبعا طلاع الجيش كان يعني عمل صفقات كويس السنادي وطبعا غير الجهاز الفني كابتن محمد يوسف طبعا عارف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الأهلي صحيح يعني عارف طبعا كابتن طرق السعيد وكابتن أحمد رقوف مع ياسر علي كلهم عارفين لعبت النادي الأهلي كويس أول لقاء ليهم بيلقابلوا النادي الأهلي فأنا شايف النادي الأهلي يعني طبعا في البداية كان خسران واحد سفر لكن هو طبعا الرغبة كانت أكبر للنادي الأهلي الطموح هو أكبر للنادي الأهلي الشخصية طبعا بتفرق في المشاطر الزيالي ونادي الأهلي طبعا زي ما قلت هو رجل فريق نادي كبير وعنده جمهور كبير فلازل طبيعي أنه هينافس وطبيعي أن اللقاء يخلص النادي الأهلي فأنا شايف أن النادي الأهلي مع الإصابات والاستشفى وأعتقد أنه عمل ماتش كويس وخد اللي هو عايزه من اللقاء أنه كانت خلاص ساس نقاط كانوا مهمين جدا وأتمنى إن شاء الله المحلة المحلة من الفرق اللي هي مش منظمة شوية بتلعب على العشوائيات بتلعب على بطريع عشوائية خلبيك المحلة تاني دوري وكان منافق كان هو هو كان على قمة قبل نادي الأهلي قبل المبارادي يرجع مكان الطبيعي لي فأنا شايف أن الماتش يبقى صعب ورخم في الهجمات المرتدة وأن طبعا المحلة عارف قيمة النادي الأهلي والنادي الأهلي أتمنى طبعا أعتقد اللقاء في غزل المحلة متشاة صعبة متشاة صعبة متشاة صعبة ملعب غزل المحلة من ملاعب الرخمة ومن الملاعب اللي متعافش تلعفها كورة كويس بتخلص بفرصة واحدة أتمنى إن شاء الله نادي الأهلي يعمل لقاء كويس وخلاص يتو الصفحة وطبعا وطبيعي إن الجهاز الفني واللعيبة خلاص نسوا ماتش الجيش وهيخشوا بقى يستعدوا في مباراة المحلة إنها مباراة صعبة ورخمة متكسبش بسهولة صعبة ورخمة والمحلة عنده فريق جيد الحقيقة كمان كان عندهم شوات مشاكل دايما الجزل فني أنا رسك حتى بتكلم في الأمر ده يا أمين إنه دايما بتلاقي إن كل المشاكل بتتحل قبل مباريات الأهلي بزبط ده طول عمره كده مش اليومين دول باس ومش المحلة بس برضه لأن الناس تفتكر لا إحنا بتكلم بشكل عام قبل المباريات الكبيرة بتجد كل المشاكل بتتحل طبعا لحين الانتهاء من المباراة الراجل المدير الفني والجهاز الفني الموجود عنده خبرات وكان مسك دجلة وكان ماشي معه بشكل كويس جدا نعم لكن أنا لفترة أخيرة ما عرفش حتة إنه هو ساب الفريق هيروح المصري هل ميشي لا بلونه نجي النهاردة وكان موجود في الملعب وكل حاجة ومرت من الفرق النهاردة آه فدي برضه ممكن تعمل بلبلة لفني غزل المحلة غزل المحلة برضه اسم كبير وجمهور كبير ولكن زي ما قلت ليك يا كابتن إسلام الرغبة والطموح والهدف والعزيمة وكل حاجة أكيد لصالح النادي الأهلي وزي ما قلت لك المطشات دي بتبقى رخمة بتخلص ما بتخلص 3-4 بتخلص 1-0 بتخلص 2-2-1 من المطشات اللي هي بتبقى رخمة وصعبة الملعب مش كبير الملعب ديق وخصوصا المطشات المحلة والنادي الأهلي بتبقى مطشات صعبة بتحصل فيها أحداث يعني فاعتمنا إن شاء الله النادي الأهلي يبقى اللعبة مركزة وخلص يعني يستعدوا كويس للقاء الفارق ما بين الحارس العادي والحارس النجم اللي حصل مع الشناوي الشناوي قد يكون أخطأ الأول لكن الحياة بعدها على طول أو بعدها في أثناء المباراة قبل ما نجيب الهدف الأول والتعادل والتاني اللي نكسبنا فيه زاد عمان ما بشكل كبير جدا وهو ده الفارق أمير دايما اللي ما بين السبات والشخصية وأي حاجة أخرى طيب تعالي ناخد أول واحدة يا جابت الإسلام الحارس المميز والحارس اللي هو بيصد عادي فيه فارق كبير الحارس المميز ده اللي بيحافظ على نتيجة اللقاء صحيح بيحول يعني اتجاه اللقاء من هزيمة أو من تعادل تعادل لمكسب ده المميز اللي هو بيحافظ أنا مليش دعوة أنا في فارقاتي خاصة أنا كسبانا أنا بشيل النادي بشيل أي أنقص بيجيلي بشيله وفي نفس الوقت الحارس اللي هو بيصد عادي ممكن يبقى بيصد بعد كده بيغرق الفارقة زي ما بيقولوا كده بلغة الكرة فأنا شايف الحارس المميز وخصوصا بيبقى في الأندية الكبيرة أكيد هيبقى ليه دور كبير جدا وطبيعي الحاجة التانية اللي أنا عايزة أتكلم في حاجة الإسلام تقدر لما يكون واحد زي الشناوي بيقاله 3-4 سنين بيلعب أساسي مع المنتخب مع الناد الأهلي وفريقيا وبطولة هنا وهنا وكاسماسس ودوري وأنه يجيله خطأ في خلال السنة مرة هذا بوضع طبيعي يعني أنا بيشوف حارس مرمى كبار وعظام بيغلطه يعني مطشي مثلا الجيش عمر عمر رضوان من الحراس الممتازين ولكن هو ما كانش موفق في اللقاء فأنا شايف من وجهة ناظري الشناوي لا طبعا له دور كبير جدا وبنشوف ده في يعني مطشقات كتير جدا بيبقى له دور مؤثر كبير جدا جدا وده طبعا ما إعلالش من مصطفى وعلي لطفي طبعا أنه يهي حمزة فأنا شايف أنه هم يعني مش هنتكلم دلوقتي على الشناوي لأنه حارس كبير وحارس ممتاز أنا بشوف أنا وجهة ناظري يعني أنا حتى شفت الجمهور الأهلي وجهة ناظري إن الشناوي عم براجم ده جدا طبعا لأنه فيه كورة كتا تبقى 2-0 طبعا هو شالها هو ده الفرق مو ده اللي أنا بكلمك فيه ده الفرق ده الفرق إنك أنت النهاردة حارس مميز بيحافظ يعني ممكن أغلط بس هنتعادل لكن بعد كده موضوع يعني يعني كلام كتير كلام كتير أه إنت لو أنت بصت كده هل دي درب الجزاء أم لا مش درب الجزاء كرة اللي فاتت هل دي كرة اللي فاتت ودي كمان ممكن نرجع من البداية خاله في ساعتها من أولها كده علشان برضو إيه إنه هو حتى هنا كابتن محمد عادل في الكرة دي بس خلص تفضل بص الأولى لأ التانية ممكن صح أيوة أنا بشوف أن الأولى راكل الجزاء كمان ليه لأنه خلاص الكرة في إيده الكرة قصدي سوري مش مسيطر عليها بص بص يا كابتن هو 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 راح يمسك أوكي راح في الاتجاه بتاع مين اللي كان واقع أقرب أقرب بص يا كابتن الدي التانية دي اللي ممكن الأولى هو خلاص كل اللي بيعمل فيه عمر ده تلويش تلويش من البداية خالص صح هو هو لوش في الأولى صح فخلته ياخد بص خلاه ياخد القرار في التانية غلط وعايز نعمل بلوك فهو خلاص ما عايز يقابل عايز يجيب الكرة بأي طريقة صح ف أنا بشوف عكسك أنا بشوف أن بتاعت أكرم هدف سوري وجهة نظري أنها تحتسب راكل الجزاء لأنه هو مش مسيطر على الكرة بشكل مية في المية أهي بص أولا بص خلاص مش مسيطر لا الكرة بتقع من إيده في الأولى خلاص فأكرم وهو بيقى وهو واقف واخده ونازل بيه بدليل حاجة هي دي اللي أقفلت عليه هو قريب بص من هنا هو خلاص مسيك الكرة كمل لا هنشوف كمل كمل خلاص هو طلع يمسك الكرة ماشي أكرم راح في الاتجاه لا أكرم واقف سبك من هي وقعت أكرم واقف خبطوا في بعض تمام دي هو مين اللي رايح لأكرم هو رايح لأكرم بزبت وأكرم رايح له برض في نفس الاتجاه حتى الكابتن بص الكابتن محمد عدد شايف بكرة حسب على التانية بص يعني هو حتى الفارد داله في التانية هو هنا المفروض ما كانش يدي أساسا يعني أنا اللي أنا بشوفه بص إيده هنا فين بص دي التانية دي التانية آه آه دي التانية لو جبت الأولى هات أكرم لما في الأول راحيني الاتنين في الاتجاه واحد لو جبت أكرم تاني معلش هجابت إسلام هات أكرم لا يا رجل يا رجل يا رجل يا ده بص ده كرة بعيدة عن إيده لأ لجه حسنة لجه حسنة معلش بعد إذنك وهات التصوير اللي ورا وهات التصوير لا بالعكس ده هي من قدام باينة اللي من ورا كرة مش في إيديه بص الكابتن بص بص ماشي هو خلاص بص هنا بص بص وقف باكس وعت طبيعي طبيعي هو نازل خبط أكرم بص في الكوع لا ده مش شايف طبعاً هي مؤمن في الأول في الأخير صحيح سواء دي أو دي سواء دي أو دي أه طبعاً لأ أنا بشوف فقط أن هي الأتنين دي و دي صحيحة يعني بتاعت أقرب وجهة نظري طبعاً لكن أنا بقولك أنا وجهة نظري أن كرة أقرب دي مليون في المية ضرب الجزاء الصحيحة تعف إنها كانت ممكن تبقى في الثالثة كمان يعني ومشيت الكرة أنا بصراحة ما بصيتش للثالثة بص هنا كمان عمل بلوك ما ممسكش الكرة تمام ونزل بص رجله فين بص بقى راحت فين ممكن كمل بقى الهجمة ده فوق وتحت بص هنا كمان لا دي أوكي دي احنا يعني متفقين على البص لو لم عكسي تجاهه صح عبدالقادر هتبقى في الثالث يعني فبالتالي أنا بشوف أن هي يعني لأنه الكلام الحقيقة طبعاً الحكم دلوقتي في وسط هذه التكنولوجيا مش من المفترض منه أنه هو يخطئ مثل هذا الخطأ يعني أي حكم في الدنيا مش ده مش بكلم على كابتن عادل دلوقتي يعني بكلم بشكل عام إن خلاص بقى معاك تكنولوجيا ومعاك حد يقولك ارجع وبص وشوف بص طبعاً الفر مهم جداً بس هي في الأخير أنت بتقول أنها مش راكل الجزاء من وجهة نظرك اللي هي الكرة الأولية اللي كنت شايف أن دي راكل الجزاء صحيح بس أنا هيقده كلامك يقطعو في مليون حتة لكن هي أنت شايف أنها راكل الجزاء صحيح التانية طبعاً صحيح ممكن الأولى كمان يعني أبس أنا أتكلم على يعني الناد الأهلي عمره ما بيشحى تجول ولا هدف التعارف طبيعي بالزبط لأن الناد الأهلي بالعكس الفر كتير جداً بيجي عليه بيجي على ناد الأهلي صحيح لأن الناد الأهلي هو دايماً خلاص الرغبة لناد الأهلي إن أنا نازل هكسب المشكلة بقى في أنك أنت يعني شوفنا فيه ماتشات كتير جداً أفتكر فيه ماتش آيمان أشرف فيه جول كانت تقريباً إلا هو طلع حط الكرة تحاسب تفاول على عيماً أشرف معيني دي عمره ما تتحسب وشوفنا ماتشات كتير جداً بيجي بقى ما فيهاش أوف صايد وبتتحسب أوف صايد يعني فيه حاجات عكسية نادلالي دايماً بيبقى عايز أن هو حقه مش أكتر من كده مش أكتر من حقه نحن كون إن إحنا عايزين نقول العدلة التحكمية بغض نظر عن الاختلافات ما بين وجهات النظر لكن في النهاية كرة زي ديها يا ركل الجزاء لا ركل الجزاء طبعاً يجب أن يتم احتسابها لو ما حسبتش كالتحساب في الأولى هي في التانية كمان يعني مش الأولى التانية لو أنت لو أنا عديت الأولى يبقى التانية يبقى التانية لو مش التانية يبقى الأولى خلاص يعني كده كده في ركل الجزاء يجب أن تتكلم يعني والتالتة لو هو أحمد عبدالدر خد عمر هو كابتن صفر بقى لما لقى أحمد عبدالقادر أخدها كده يمين كابتن محمد هو حتى في الأول ما حسبش فقالك التانية مش معقولة مش هحسب يعني لأن يبينة التانية كمان واضحة وصريحة لو هو يعني سواء دي أو دي ففي الأول في الأخر هو penالتي يعني طيب أخيراً أمير لو عايز بقى تقول أي حاجة لكل جمهور النادي الأهلي ولفريق كرة القدر في النادي الأهلي لأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة طبع ويعني أنت بتلعب في وسط الكاس العالم بالمناسبة قبل بس ما أختم معاك أنت شاف إيه رأيك أو وجهة نظرك فيه أنه يكون هناك مباراة بتلعب في الدوري في وسط مباراة كاس العالم آه دي حاجة كويسة جداً طبع كويسة آه طبع لأن أنت خلاص السيبرانية ما زالت وأنت لو منتخب مصر موجود في كاس العالم ما كنتش هتلعب تكمل الدوري صح لكن أنت النقطة نحن بنعاني كمان في سوق تنظيم يعني أنت بلوقتي بتعاني في سوق تنظيم وفي الأول في الآخر هتفرق تنظيماتك في آخر السنة خمسة أو ستة أنت تتخلص في شهر خمسة أو ستة بالكتير بالضبط خصوصاً بقى أنت فريق زي نادي الآلي فريق اللي هي نادي الزمالك اللي بتلعب في أفرقيا خصوصاً نادي الآلي بتلعب في أفرقيا بتلعب في كاس بتلعب دوري وبعدكها تروح دخل على كاس عامل الأندية ففيه إرهاق كبير جداً وبعدين تروح الجاي معسكر منتخب اللعبة دي كلها ما بتريحش بتروح دخل على معسكرات وشوفنا في كاس عالم الأندية الأخير أن أنت لعبها جات لك في آخر قبل المطش بكم ساعة فبالتالي أعتقد أن يعني ده يبقى حاجة تنظيمية كويسة وأعتقد أن الناس اللي مسؤولين في الربطة ليهم دور وناس فهمة أكيد هينظموا الدنيا فأنا شايف أن الاستمرارية شغالة عادي مفيش مشكلة ودهت حاجة تبقى كويسة يعني الكورة المصرية يعني فترة جاية أخير لو حاببت تقول أي حاجة أمير طبعا أنا يعني عايز أقول أن الجمهور للأهل جمهور كبير وساعات بيقلق وده طبيعي لما الفرق يحصل فيها ضرب عايز أوضح حاجة بس السنة اللي فاتت أو نقول نهاية الدور السنة اللي فاتت كان فيه مشاكل وكان فيه علق وبعد كده المجلس إدارة كابت الخطيب بدأ يلعب بالناشئين عشان يريح الناس اللي هي الدولية طبيعي أن الجمهور كان يلقى ساعتها النهاردة اللعيبة ارتاحت اللعيبة اللي كانت مصابة رجعت تاني وده طبيعي أن كانت الفترة جاية لازم نستند أكبر للعيبة وللجهاز الفني لأن طبعا الفترة جاية مثل ما بتقول لكابتن إسلام الأمور صعبة ومسؤولية كبيرة جدا وشوفنا علي معلول خلص المنتخب تاني يمكن موجود في التمرين صحيح فدي مسؤولية يعني مسؤولية أنه عارب يلعب باسم نادي كبير زي النادي الأهلي وجمهور كبير زي جمهور النادي الأهلي وتشيرت كبير زي تشيرت النادي الأهلي فطبيعي أن هو تاني يوم مفروض ما فيه ناس تقول لك أنا هريح يوم يومين تلاتة لا هو رجع رجعوا على طول موجود ونضموا موجودين مسؤولية فأنا شايف أن الإجاة هي بقى صعبة جدا ومحتاجين كل لعب جواه التيم في النادي الأهلي وأتمنى المساند أكبر من الجمهور لأن الجمهور ده هو عنصر مهم جدا جدا لعبت النادي الأهلي والنادي الأهلي فإن شاء الله رب نوفى النادي الأهلي والجمهور يبقى مساند دكتر في فترة جاء بإذن الله أنا بشكرك جدا يا كابتن أمير على وجودك معنا ودايما بنستمتع بوجودك وبنستمتع بقراءك فبشكرك جدا وكل التوفيق لك خلال الفترة اللي جاية يا رب شكرا يا كابتن إسلامينا سعيد أنا كنت معاك النهاردة ودعما بمسوط وأنا في بيتي في النادي الأهلي وإن شاء الله نتقبل على خير تاني يا رب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي ومصطفى صابر محلل الكرة العالمية في ضيافة البيت الكبير أيضا في كواليس المونديال وكلام هم جدا وإحصائيات وأرقام خاصة بالمباريات اليوم ومباريات غدا بعد الفاصل إيهاب الجنيدي ومصطفى صابر في ضيافة البيت الكبير في كواليس المونديال أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين فقرة كواليس المونديال كل يوم بتكون مع حضراتكم من خلال برنامجكم البيت الكبير خليني أرحب بضوفي في هذه الفقرة قدنا رياضي الأستاذ إيهاب الجنيد زكا سوز إيهاب زكا سوز إيهاب سعادة جدا موجودة معنا وأيضا الأستاذ مصطفى صابر محلل الكرة العالمية زكا سوز إيهاب كله تمام مبسوط أن أنا معك النهار مبسوط أن أنا معك هاي وكالعادة أيضا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباراة اليوم بس بدل ما هيب أربعة هنتكلم بقى في مبارتين مبارتين فرنسا وبولندا المنتخب الفرنسي بيفوز على المنتخب البولندي بثلاثية مقابل هدف وحيد أيضا المنتخب الإنجليزي بيفوز على المنتخب السنغالي بثلاثية مقابل لاشيء مباراتين كانوا صعبين جدا خلوني أبدأ يا أستاذ إيهاب مع حضرتك بمبارات إنجلترا والسنغال لأنها يعني مباراة لي لسه خلصة من شوية فخلينا نتكلم عنها بشكل أكبر نستعرض طبعا تشكيل الفريقين شفت هذه المباراة زي في ظل أن الكل كان متوقع أداء أفضل للمنتخب السنغالي هو المنطقة كابتن فرض نفسه جاري الساوس جيت تعامل بذكاء مع المباراة من أرقام المباراة اللي يمكن شعر تتعرض ونشوفها استحواز كان ممكن للمنتخب الإنجليزي ولكن فرص الأهداف كانت أكتر للمنتخب السنغال ولكن ما قدروش يحولوا الاستحواز ده والسيطرة بتاعتهم وفرص الأهداف بتاعتهم لأهداف ملبوسة بالفعل منتخب الإنجليزي قدر يسجل تلت أهداف تلت أهداف جميلة الشئ الملحوظة كانت تلت أهداف من هجمات مرتدة وده بيعكس سير المباراة الماشي إزاي جاري الساوس جيت ساب لأليوس سيه يمسي الكرة ويعملوا مسكين الكرة في نص ملعبهم ولكن أول ما تقرب من تلت الملعب الأخير للمنتخب الإنجليزي عند الرباع بتاعه وولكر وماجواير وستونز خلاص هنا المنطقة مقفولة محدش منهم عدة خالص ما يقدروش يهددوا مرمى المنتخب الإنجليزي في المقابل كان المنتخب الإنجليزي بيقدم لنا واحدة من أهم المباراة في تاريخه بحاجة جديدة جدا على إنجلترا ودي اللي غيرها ساوس جيتا كابتن دايما المنتخب حرارك يعني من أهم كنت لعبه عارف دي الكوار الطويلة إنجلترا دايما يقوله الكوار طويلة إرمي كوار طويلة لا لا المنتخب الإنجليزي بيظهر بشكل مختلف خالص من ساعة ما جارس ساوس جيت تولى تدريبه خلاص بقوا بيلعبه كرة المهارية أكتر كرة بتعتمد على التمريرات القسيرة والسرعة والتحرقات السريعة اللاعبية عنده مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين جدا زي جوت بلينجهام أحد أبرز نجوم البطولة كله بيكلم عنه الحقيقة بكويوساكا لعيب كواس جدا المخدرم طبعا هاركين بخبراته الكبيرة اللي بيعتمدوا عليه يعني هو رأس حربة صريحة ولكن دوروا في المنتخب الإنجليزي أكتر من كده بكتير قدروا النهاردة يسجلوا ثلاث أهداف جميلة عبر هندرسون قائد ليفربول ونجم وسط منتخب الإنجليزي وبعده هاركين وبكويوساكا بداية الشوت الثاني أتلوا مباراة خالص بالهدف الثالث برضو المباراة دي منتخب الإنجليزي وهو بيلعب المنتخب السنغالي هل بالفعل أثرت الغيابات بشكل أو بآخر على المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي عنده عناصر كتيرا من المحترفين ويمكن أبرزهم هو سادي ومانيه وده اللي هنتكلم عنه أنه هو سادي ومانيه أكبر قوة هجومية في المنتخب السنغالي بس هو كسب تلت أو يعني كسب آه قدر يتأهل بس برضو دور الستاشر بيحتاج لخبرات كبيرة يا كابتن طبعا المنتخب الإنجليزي عنده الخبرات دي كفاية عنده تجارب كتيرة في كاس العالم ده اللي فرق معاه هو بس أنا هلوم على أليو سيسين هو لعب باندفاع أكتر في الشوت الأول ده اللي يمكن خليه يجي عليه بهجمتين بهدفين زي ما إهاب قال بصراحة المنتخبات كلها حتى المنتخبات الكبيرة يا كابتن بتلعب حتى فرنسا النهاردة بعدما جابت الجنس باية الاستخواز لبولندا كل المنتخبات بتلعب ميديا بلوق من نص الملعب هتيجي بس أنا هلحب بالسرعات عليك طيب كويسي أنت فتحت هذا الأمر لأنه موضوع مهم جدا هل ده معناه أن أنا كمنتخب كبير يهمني أن في وسط هذه المباريات المضغوطة جدا جدا أن أنا أريح لعبتي بأن أنا لعبهم من نص ملعب فقط بالزبط يا كابتن ده اللي ركز عليه ساوز جدا بالفعل ده يحصل أنا دلوقتي أصلا البطولة مقامة في نص سيزون مش جايما مش معاي فترة أعداد كافية ده مخلي ممكن فنيا الناس مش منساجمة مع بعض فده اللي بيخليك أغلب مدربين لهم حتى مع المنتخبات الكبيرة بنلاقي مثلا فرنسا والبرزيب بيلعبوا ميديام بلوق من نص ملعب ملقش حد مثلا زي الأندية في دورة أبطال بيلعبوا برسنج عالي بها بين عمد الثمتاشر مش هخليك تبني هاجمة لا بالعكس أنا سعيب لك الاستحواز بس هتيجي عندي أنا السرعات اللي عندي هستفد من النهب ده وده اللي حصل النهاردة مبابين نهاردة إدري سجل هدفين كويسين جدا بصراحة في البعيدة وفي الدقيقة وعنده السرعات مع دمبلي اللي اتنين بصراحة محدش يقدر يوقفهم في العالم حاليا برضو المنتخب الإنجليزي قد يتعامل بقى ده مع السنغال السنغال النهاردة كانت بتحول تندفع على أمل أن هي تخطف هدف طبعا بس الحظ محالفهمش بس في الاستقبل بعد كده هدفين في الشرط الأول طيب هل كان من الممكن يقهاب أن احنا المنتخب السنغالي النهاردة يستطيع أن يفوز على المنتخب الإنجليزي أو اللي احنا طموحاتنا كأفرقة راحت لبعيد شوية يمكن منتخب السنغال ومنتخب من المجرب رفع أو سقف طموحاتنا في البطولة ولكن كان من الأفضل يعني هو تعامل بشكل خاطئ مع المباراة زي مستوى فرول قال يوسيسي أنا من البداية البطولة كابتو بقول ليس هو المدرب اللي يقود منتخب السنغال مع احترامي للجميع ومحترامي لكل اللي عمله يعني أو أكتر يمكن كفاية أوى كابتو كفاية اللي انت عملته مع المنتخب السنغال لا بالعكس ده فيه ناس تقول لك يعني مشروع وكمل مشروع ومكمل خلاص كابتو بيقدم شديد بس العناصر اللي عنده تفيده أكتر النهاردة المباراة يعني واضح ان المدرب عاجز عن كراءة المباراة أهم حاجة في المدرب انت بتقرأ المباراة وتقرأ الخصم اللي قدامك المنتخب الإنجليزي ليه طريقة لعب معروفة كان لازم وليه مفاتيح لها بمعينة كان لازم يقفلها حرس مرمى في العالم ممكن يفيدني في ضربات جزاء أو الحاجة انما انت تخيلت ان انت بعد المباراة اللي عملتها بعد النتائج اللي عملتها في الشوط في الدور الأول والانتصارات اللي حقاتها انتصارين حقاتهم انك ممكن تكسب منتخب انجلترا منتخب انجلترا منتخب هجومي شرس يعني من أبرز المنتخبات هجومية حتى الآن عدد الأهداف اللي أحرزها حتى كابتن هو فرنسا من أقوى المنتخبات الهجومية في البطولة فما كانش ينفع يلعب قدام بالطريقة دي طيب قبل بس ما ننتقل لمباراة أخرى خلينا نروح لإحصائيات المباراة إحصائيات المباراة النهاردة لأنها كلها إحصائيات الحقيقة تقدر تورينا شكل المباراة كان ماشي ازاي والدنيا ماشي ازاي إحصائيات المباراة هي أمام حضراتكم يعني طبعا تلت أهداف بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الفرص والأهداف أهداف المتوقع نسبة الاستحواز 4060 المنتخب طبعا حتى نسبة الاستحواز مش مع المنتخب السنغالي تصطف آه زي ما حضراتك قلت يا كابتن هو بس يمكن في الشوت الأول اللي فرق بس هي الفكرة كلها الفرص مفيش زير وهو وصل للجنة تلات مرب بس مش مهاش أي خطورة على المرمى لإنجلترا وده اللي أنا بقوله زي ما أهاب قال كان ممكن نلعب كونتر أتاك واستغل إسماعيل يصار محترف طبعا في دوانجليزي وطبعا من أسرع اللعبها في الكنتر أتاك صحيح إسماعيل يصار قبل كده لعب قدام لفربول بصراحة سجل أهداف وده قدر يستغل سرعته إنه هو بيلعب بالكنتر أتاك هو سريع يقدر يسفيد بالكورة بالسرعات بتاعته إنه هو يطلع من الدفاع للهجوم ليه أنا ما استغلش أنا بالعكس لا ده أنا أغط عليه من قدام ده عكس إسلوبي وفي نفس الوقت أنا ملاعب منتخب كبير زي منتخب إنجلترا منفعش أبدا أضغط علي من قدام مع أي قطعة كورة ده اللي هيحصل وده اللي في الضبط حصل إنه هيجي فيه هدف أو هجمة خطيرة وده اللي حصل سقوط هاري كين في نص الملعب إدريفت يسحب معاه مدافعين أصلا من السنغال ويشكل فجوة كبيرة قوي وده اللي استغلها المنتخب الإنجليزي بمناسبة نحن بديتكلم عن هاري كين هو خد رجل المباراة يستحق فنيا آه فنيا هو بيقدم دور فني رهيب ممكن أول هدف ليه ده بس ثالث أسست ليه مع المنتخب آه إدريس نعوه إدري بس فنيا بيسقط لتحت بيسقط ماء بيشتت أي ادفع في العالم هاري كين دلوقتي كيومة كبيرة جدا وزي ما أهيب قال مخاضرة ولعب كبير جدا ويقدر يكسر أي ادفع بالعالم إذن المنتخب الإنجليزي كان يستحق أهيب إنه هو يكون في الدور الثماني يستحق تماما يا فنسي استحق تماما المنتخب الإنجليزي أحد المنتخبات القوية جدا في البطولة ولكن حتى الآن ما قابلش منتخب برضو نقول إيه طوب ون زبط آه المعركة الكبرى آه المعركة الدوري الثمانية مع المنتخب الفرنسي حامل اللقب أبطال العالم هنا هنقدر نقول للمنتخب الإنجليزي هل هيقدر هل هو فعلا مرشح للقب زي ما قاله قبل البطولة وزي الترشحات أحد المنتخبين المرشحة للسكواد بتاعه على كابتن هو اللي رشحه للقب يعني وخلي بالك النجاري الساوس جيت الماتش ده عمل شيء مهم جدا دفع من البداية بفيل فودن انت زي ما حرارك متابع الفترة لكل الأهم اللي فاتت فيه انتقاضات قوية جدا لساوس جيت عشان النجم الكبير جدا بتاع منشستر سيتي في الفودن إزاي حطه على الدكة وإزاي فودن ما بيلعبش ونهو من جلترة الأدام بينتقدوه ليه فودن ما بيلعبش النهاردة رد حط ده كله خلاص هو بدأ يخشك أكتر في أجواء البطولة يعتمد على اللعيبة اللي ممكن تخلص معي اللعيبة المتقلقة فدفع من البداية بفيل فودن النهاردة كابتن كان السلاسي الهجومي متماس جدا في المنتخم المتابع يعني فودن وهاري كين جمبي ووراهم بيلنجهام عاملين شغل وبكوي الساكة طبعا قدامه وكمان فكان السلاسي قوي جدا حتى اللحظات التاعه عنده راشفورد وعنده لعيبة تقيلة جدا فهو سكواد سكواد عالي سكواد عالي سكواد يرشحه أنه ممكن ياخد البطولة بس ده إمتى هنقوله من المباراة المقبلة مع منتخب فرنسا وهتبقى مطش ركبتي مطش سرعات قوي جدا بين فرنسي من أقوى الفرق على صعيد السرعة والتعزيف أكثر المنتخب الفرنسي والمنتخب البولندي واستطاع المنتخب الفرنسي النهاردة أن يفوز على المنتخب البولندي ثلاثة واحد يعني في مباراة ما اعتقدش أن حد كان شايف أنها مفاجأة بالعكس طبعا يا كابتن بولندا ممكن ما بتقدمش أحسن مستوى فنيا يمكن أنا كنت أتمنى أن المكسيك أو السعودية تصعب من المجموعة كان هيقدموا مستوى أعلى بالذات المكسيك المكسيك أسرع بكتير للي عندهم عناصر هيلة جدا يقدر يلعبوا يجاروا فرنسا النهاردة شوفنا المنتخب البولندي مش بيجاري فرنسا في أي حاجة مبابي لما كان بينطلق محدش بيجري مبابي هداف البطولة خمس أهداف وتخطى بالمناسبة يا كابتن وصل لتسع أهداف في كاس العالم بيتخطى رونالدو وبتعادل مع ميسو بيعد أساطير كبيرة زي زيدان وبليه ومارادونا بيعديهم في الأهداف ولسه 23 سنة بصراحة يا كابتن فرنسا بتمتلك عناصر وبالذات في السرعات يعني أنا عندي دلوقتي مبابي ودمبلي الجناحين بتوعي أسرح اتنين بيعملوا دريبلينج في العالم دلوقتي ياخدوا كورة وينطلق بيها ومحدش يعرف يجبهم حاليا مبابي النهاردة أثبت لأنه هو مش محتاج خارج التقييم هو لعب كبير جدا بيلعب يعني بليه البريد فيش لعب خارج التقييم وجهة نظري في المباراة يا كابتن نهاردة هو كويس ممكن بكرة بقى وحش خلي بالك ده طبيعي يا كابتن ده طبيعي أن كل واحد بيطلع وبينزل بس مبابي بقاله كم موسم ريال مدريد يموت عليه يعني بصراحة هو لعب متقلق على مدى المواسم اللي فاتت وده يخلي أن العالم كله بتكلم عنه كان قريب فترة برضو من ليفربول الفكرة كلها برضو يا كابتن نرجع نقول أن مبابي من أفضل أحسن ألعابة من أفضل لعيبة في العالم حاليا وبصراحة بسرائته بالكورة بصراحة أنه هو ديمبلي اللي اتنين هيشكله خطورة جدا على المنتخب الإنجليزي في المواتش الجاي بس قدام بولندا كانت في فرق مستويات باين جدا وده اللي رجح الكفة لناحية فرنسا برضو المنتخب الفرنسي الكل كان بيوراهن على المنتخب الفرنسي يعني معروف إيهاب أن كانت دايما خلال على الأقل الدورتين الأخيرتين الفرنسي اللي بياخد كاس العالم بيخرج من دور السترشد مبكرا يعني فرنسا أعتقد أنها كسرت هذا الهمر حتى الآن طبعا حتى الآن يعني كسر طبعا النقطة دي طبعا فرنسا كان بيقابل الفريق الوحيد من وجهة نظري الذي لها استحق التواجد في كاس العالم مش لها استحق التواجد في دور السترشد لها استحق التواجد في كاس العالم منتخب بولندا صعد نهايات كاس العالم ضربت حظة من قول بدل روسيا في ظل المشاكل لوجهة روسيا والحرب الأوكرانية فدخل منتخب بولندا مكانهم دور المجموعات منتخب السعودية تلاعبت به تماما لو لا قلة الخبرة عند المنتخب السعودي كسر طبعا يكسب المباراة 3 أو 4 منتخب لا استحق التأهل أساسا كانت نتيجة طبيعية النهاردة أنا شايف المباراة كابتن اتفرقت عليها يعني من أول ديها الأخر ديها منتخب فرنسا أنا شايف كمان ما تعبش منتخب فرنسا تقريبا كان بيلعب بأقل جهد ممكن كان زكي جدا دي شامب دي شامب زي ما حرارك قلت في البطولة في نص السيزون الماتش اللي فات ما بصش للانتقادات ايه ده انك تخسر ومش الكلام دا لا لعب بتشكيلة بديلة كلها قدام تونس معظم اللعيبة البودلاء خسروا واحد بس مش مشكلة أنا كده كده ضمنت التأهل وضمنت التأهل أول مجموعة فكان ماتش تحصيل حاصل بالنسباله جرب اللعيبة البودلاء معاه كمان كلهم عشان بقيت مشوار البطولة جي قدام بولندا لعب على أنا شايف انه لعب على الواقف يعني النهار دا حراك لو شفت الهدف الأول الهدفين بتوعين بابيه بكمة يعني السهل الممتنع زي ما نقول اللعيب عالي جدا عنده إمكانيات قوية جدا بيرقص ترئيسة صغيرة وبيشوت مركز عنده هدف أحد أبرز لعيب البطولة حتى الآن اللي لم يكن الأبرز في البطولة حتى الآن هو مبابيه طيب هل من الممكن النبابيه ياخد أحسن لعب في هذه البطولة مصطفى من وجهة نزرك لو كمل يعني آه لحد دلوقتي هو أبرز لعب أنا بصراحة مدأة أو عمش فموضوع الهدف دا هو بصراحة يا كابتن هو حاليا القائد جوه الملعف لفرنسا فرنسا بتعتمد عليه كليا أو بعض الشيء بجزء كبير النبابيه عنده سرعات هيلة جدا وبيعرف فيه فنش كويس النهاردة أثبتها في الفينش الجن الأول طبيعي أن كل الناس قالت وراجب المباراة لا طبعا عمل أسسته وهدفين بصراحة مفيش بعد كده في غياب كبابا من النجوم يا كابتن صحيح يعني وأساسا النجم رقم واحد في الهجوم في فرنسا الموسم ده ولي كل الناس بتتكلم عليه كريم بنزيم أفضل لعب في العالم ليت أنا خسرته وجدت خسرته وانكو كمان بتاع ليبزيك الهدف بتاعهم صحيح كمان اللي كان منضم إصابة قبل البطولة بيومين فكانت الأمال كبيرة جدا على مبابيه وتعلقت به الأمال وغياب كمان نجولو كانتي وبوكبا عناصر مهمة جدا وأسماء كبيرة جدا لا وجروب كمان يكسر إنه هو يبقى الهدف التاريخي للفرنسا صحيح نهارده تخطى تيري ونري بقى 52 هدف وبقى الهدف التاريخي لمنتخب فرنسا في لعب يعني زي بنقوله مصائب قامل عند قامل فوائده يعني لعب ما كانش متوقع إنه يشارك في وجود بنزيمة خالص طبعا كان بنزيمة هيبلفرو دي الأساسي اللي موجود مكانه ولكن غياب بنزيمة منحوا الفرصة إنه يشارك بشكل أساسي في المباريات ويحقق رقم تاريخي طيب أعيز أقول لحضراتكم إن أيضا مونديال قطر هو قد يكون المحطة الأخيرة أو مش قد يكون هو بالفعل قد المحطة الأخيرة لنجوم كتير قد تعلن اعتزالها بعد نهاية هذا المونديال أهلا وسلم بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خليني أبدأ برضو معاك أهب إن شاء الله سيكون معنا مباراتين اليابان وكرواتيا والبرازيل والكوريا الجنوية بس قبل ما أتكلم عن هذه المباريات الحقيقة لما تيجي تبص على مواجهات إنجلترا وفرنسا وهولندا والأرجنتين مباراتين الحقيقة من أصعب ما يمكن يعني القوى الأساسية والقوى الرئيسية في العالم هتلاعب بعض هل من هنا نقدر نقول بدأ دور أو بدأ كاس العالم بالزبط يا كابتن بدأت الأدوار زي ما بيقوله صدام العمالقة خلاص بدأ الكبار بقى أصطادمه يعني أنا حتى مطشين يا كابتن مش قادر يعني لو قلتلي مين هيكسب هنا وهنا صعب أو أتوقع يعني منتخب الأرجنتين منتخب ليس هو الند القوي أو اللي ظهر في البطولة مش هو ده التانجو ولكن عندهم آيكونة اسمها ميسي ميسي بيصنع المعجزات في المنديال ده وبيعمل كل حاجة طائد فرقة عامل فرقة يعني فرقة أنا شاف متوضع معاه رغم أسمع النجوم الكبيرة ولكن اللي ظهرت عليه في المنديال فرقة متوضع يا جرها كتار ميسي يا جرها كتار ميسي هل يستطيع أن يفوز على المنتخب الهولندي يا محمد؟ آه طبعا يا كابتن يقدر يفوز بس هي الفكرة كلها هتبقى مطش هتبقى مطش مدربين أكتر طبعا هنا ميسي يرجح أي كافة طبعا بس فان خيال معتقدش أنه ممكن يفعل مطش بسهولة خاصة النسكلوني أقل منه خبرة شوية وخاصة ممكن بيبدأ بالمطشاط دفاعيا مختلف شوية يعني أنا مثلا شايف مارتينيز لعب منشيس سريونيتد الأحق أنه يبدأ بالدفاع من بناية الهجمة من أفضل لعيبة اللي بتلعب الكرة العامو دية ممكن يعني يضرب بها خط الدفاع والوسط ما في كرة واحدة بيعتمد عليه على دكتة الاحتياط قدر يعمل بلوك وينكزه من هدف التعادل المطش اللي فات ده اللي أنا شايف أنه بصراحة يعني لو يعتمد عليه في الدفاع أكتر أنا شايف ده هيساعد بس أنا بشوف أن يعني فانخال واحد من الموديلين الفانيين الكبار طوال بإمكانك بتتكلم هنا عن الأرجنتين أن ميسي هو اللي بيقود الأرجنتين فأنت بالتالي النحية التانية فانخال بيقود المنتخب الهولندي ما تقدرش برضو تقول أن المنتخب الهولندي عنده ناس قادرة هي نجم واحد هو برضو الكرة الجماعية شغالك بشكل أو بآخر هو الزبط يا كتن لازال المنتخب الهولندي بيعتمد فكر الكرة الشاملة اللي تعرف بيهم صحيح عندهم تيم قوي جدا قوي جدا حارس مرمى متميز جدا 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 من أفضل حراس المرمى في البطولة عندهم فاندايك مدافع طبعا حدس هو لا حرج عندهم اللعب اللي بحير الناس دون فرس دون فرس يعني يعني هو متميز أوي ولا المطش اللي فات أول لعب يعمل كده مع هولندا يشارك في ثلاث أهداف اتنين أسست وجايب الجولي الثالث في المطش بتاع الولايات المتحدة عندهم كمان مع فانجال 11 مباراة في كاس عالم ما خسروش يا كبت يعني ده ده رقم ده رقم مهم جدا ده رقم مميز يعني تعادلوا مباراة واحدة خسروها ضربات ترجيح قدام مين الارجنتين قدام الارجنتين طيب بما أننا بنتكلم عن هولندا خلينا نطلع نشوف مارك فوتا المدير الفني السابق لكثير من الارجنتين في مصر واحد من المدربين أيضا له بصمة مع المنتخب الهولندي وكان مساعد لفنخال نشوفه قال ايه عن مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وبيقول ايه عن مباراة هولندا والارجنتين كلاسيكو جديد في كاس العالم نطلع نشوف ماذا قال مارك فوتا ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى لا تضع المكان للمدربين المساعدين ونحن تكون جدًا في التعالي وكان مرحبا في التعالي هذا مجرد حقا في عمليات المدربين وفي السابق يجب أن نقوم بتعالي 3-0 لكنهم سيطلعا لهذا مرحبا ومن ثم نقوم بتعالي 3-1 ومن ثم نقوم بإمكانكم ونحن نقوم بخارج المدربين يجب أن نعام أرجنتين إذا كانت أغلقوا أستراليا يجب أن نعام أفضل لأننا نفعل بشأننا نقوم بشأننا كثير من محيات لذلك يمكننا تحضير يجب أن نعام أفضل لأننا نعام أفضل لأننا نعام أفضل أرجنتين تابعاً طيب الحقيقة أيضاً اليابان في مواجهة متكافأة مع كرواتيا والبرازيل تصطدم بطموحات سون ورفاقه خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم ونقول بقى إيه اللي حيحصل فيه هاتين المباراتين بكراً شاء الله طيب اليابان وكرواتيا يا إهاب خليني أبدأ معك بهذه المباراة لسه كان مصطفى بيقول لنا أنه حاس قد تكون هناك مفاجأة في إحدى المباراتين أنت شاف إيه؟ اليابان وكرواتيا أنا شاف المباراة أكتر تميل لصالح منتخب كرواتيا حجم النجوم اللي فيه الخبرات اللي عنده خبراته في كاس العالم منتخب أقوى كتير أنا للمغامرة اليابانية أن تنتهي يعني أنا مش شايف مش شايف أيه مفاجأات لا يعني مش شايف المطش بتاع أسباني أساساً يستحقه كرة مصيرة للجدل اللي جابه بها جونت خطة خط المرمون يعني برضو أنا شايف إن المنتخب كرواتيا أقرب لوكا مودريتش لازال برضو زي ما بنتكلم على ميسي لازال هو لعب ساحر جداً في صفوف كرواتيا ويقود المنتخب الكرواتيا لديه رؤية لديه خبرة خبراته كبيرة جداً في الاكتسابها طبعاً على مدار مشوارفه مع المنتخب أو مع ريال مدريد فهي الكفة تميل أكتر في المباراة دي لصالح المنتخب الكرواتي من وجهة نظر مصطفى تحسس بالمفاجأة؟ صراحة آه يعني أنا شايف إن عامل السن كمان والسرعات لصالح اليابان آه ممكن كرواتيا كفة تميل عشان ده وصيف كاس العامل اللي فات بس الفكرة كلها اليابان شوى قدام أسبانيا آه مطشي قايم عادي جداً قدام أسبانيا كل السرعات السنائية في السرعة اليابان كذبتها وقدر بس كلهم سرعاته بيلعبوا لآخر التسعين دقيقة ما بيتعبوش بمعنى الكلمة يا كفة ده ممكن شايف ده ممكن مع الأعمار السنية اللي في الكرواتيا أنا شايف إن اليابان ممكن في آخر المباراة تختفى المباراة التانية البرازيل وكوريا الجنوبية طب هل دي فيها مفاجآت؟ لا ولا خلاص إحنا في كاس العالم ده تعودنا على المفاجآت آه أنا شايف كافة المنتخب برازيلي أقوى زيما كنتم حرارك الحلقة شايف المنتخب برازيلي برضو حتى الآن لازال المرشح الأقوى للقب بغض النظر عن خسارة قدام منتخب الكاميرا المباراة اللي فاتت متخب برازيلي برضو اسكواد عالي جدا فرص كتير جدا خلقها المباراة اللي فاتت آه ولم يحلفوا التوفيق فيها كمان هيعود له الساحر بتاعه نمار بالنسبة جبيرة جدا عاد للتدريبات والاتحاد برازيل للكورة القدم أعلى من مباراة حاودته للتدريبات هيكون إضافة كبيرة جدا أول مباراة شكل تاني خالص مختلف قدام سربيا اللي شفناها مع نمار عن المباراتين التانيين يعني برضو غياب نمار يا كابت المؤسس طبعا جدا على المنتخب برازيلي اسم كبير ولعب هو اللي بيحرك كل كوكبة النجوم دول من المباراة الأولى بأن النمار هو اللي بيحركهم هو اللي بيحرك رباع الهجوم القوي جدا هو اللي بيحركهم فعودته هتكون عامل ترجيح كبير وأعتقد أنهم هيقدروا يكسبوا المنتخب الكوري وأعتقد كمان بالنتيجة هتكون مريحة يعني زي مباراة النهاردة ثلاثة كده حاجة طيب بما أننا بنتكلم عن المنتخب البرازيلي ريتنا هنشوف انفو جراف عن ريتشارلسون ونرجع نكمل مع حضراتكم طيب على الجانب الآخر المنتخب الكوري الجنوبي برضو أنت شايف أنك قد تكون هناك مفاجأة؟ والله يا كابتن أنا مش مستبعد أي مفاجأات خاصة بعد مطش السعودية والأرجنتين السعودية قدرت تتفوق والكاميرون والبرازيلي والكاميرون بالزبط واليابان وأسبانيا مهودة برضو اليابان قدرت تعمل ده هي الفكرة كلها أن ده مطش بظروف معينة وما فيش منتخب ضعيف ووصل دور الستاشر باستثناء فولندا طبعا اللي قلنا أنها تكتكين وبطأ جدا بالزبط أنا شايف أن أي منتخب في دور الستاشر يسطحك التواجد والمفاجأات ممكن تلعب دورها في دور الستاشر وعندهم حرق وعندهم يعني هيونج ومين سون ده واحد من أفضل اللاعبين في العالم ده حقيقة فعلا وبيصنع الفارق جدا معهم وبيصنع الفارق معهم خلينا نطلع نشوف انفو جراف عن سون ونرجع نتكمل مع حضراتكم الاتنين طبعا بيلعبوا في توتنهام وبالتالي هتبقى مواجهة إنجليزية برازيلية كورية جنوبية ما بين توتنهام ما بين سون وريتشارلسون الاتنين بيلعبوا بقى في توتنهام أخيرا مين اللي حيكسب اليابان ولا كرواتيا حيكسب كام كرواتيا واثنين كرواتيا اتنين صفر نين واحد نين واحد أنا ممكن أشوف بنفس النتيجة بس لصالح اليابان لصالح اليابان اه أنا بحب المفاجآت فعلا طب البرازيل وكوريا الجنوبية 3-0 3-0 برازيل طبعا عائل برازيل اللي كفتها أقوى بكتير بس برضو الفارق مش هتكون كبير عموما خلينا ننتظر طبعا مباراة اليابان وكرواتيا هتكون في تمام الساعة الخامسة والبرازيل وكوريا الجنوبية هتكون في تمام الساعة التاسعة إن شاء الله بكرة تبقى مباراتين على مستوى جيد نقدر نتفرج عليهم ونتعلم منهم زي ما بنتعلم الحقيقة مما يحدث في كاس العالم بالكامل عموما كل التوفيق لكل المنتخبات الوطنية أنا بشكرك جدا أهاب على وجودك معايا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أهاب الجنيدي أشكرك جدا أمستفى على وجودك معايا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا